اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما تيجي تشوف السنين اللي فاتت ونقشنا هذا الامر قبل المشاركة ومرضناش نليح قوي عشان منبقاش عناصر مصبتة للهمم وقلنا ان من اول البطولة اللي اتنظمت على ارضنا وقزمة متحة وردة وطريقة العلاج ثم كأس العالم عمر وردة عمر متحة وردة والده لا ده والده ده كان عظيم والده عظيم ومسؤول جد وعمر نفسه انما غيلت خلاص وانت خدت قرار بعقوبته ايه معنى الفيلم اللي اتعمل عشان تبايل للناس ان اللعيبة بتغير قرار وانها اقوى من الادارة فتكون النتيجة التدعيات دي كلها تخرج من اول ماتش تالي بعد الواقعة وعلى ارضك والبلد لم تتدخل اي جهد او اي سبب في انها تستطيع بطولة رائعة بكل المعيير بايع عليك انت كتا حد كورة انك تقدم لي مرضوط فني يفخر بيه المواطن المصري لم يحبس وصل لكاس العالم بلاحفة الراجل اللي ما خلفش عيل وجاله عيل على الكبر معينه ده مش انجاز الناس كل يوم بتخلف في كل حيط فروحنا واحنا مفاهمين انه احنا جيبنا يعني وليه العفو وروح نكاس العالم بعد سنين هو ده وسبتك انه وروحت روسيا وروحت انت روسيا وعقبتك انك اي وحدث ما حدث وشوفنا ايضا مقيلة عن فوضى دخول وخروج الناس وتصوير اعلانات والتفاوض على اعلاج كل ده ممكن كان يبقى ادعاء بس لو كان تم التحقيق و اعلانت نتائجه اي لم يحدش شئ طيب ماهو احنا كوارث وكل مرة نقول ايه الحمد لله عشان نتعلم الحمد لله عشان نتعلم طيب لما نكون ما بنتعلمش الحمد لله ما بنتعلمش في السره و الضره فنيجي نيجي المرة دي من البداية في علامات استفهام على تشكيل الاجهزة ايه رجلين قوية جدا عشان تشيل العضلات دي فتكون النتيجة تعينات من اول يوم ما ناس ما لهاش خبرة حتى محلية ما لهاش اداء طول عمرها غير في خارج مصر يعني حتى نوع الغيرة على مصر واللعب باسمه مصر مش موجود فالمهم قلنا خلاص يعني هي دي اللي حنوقف قدامها بقى ولما كنا بننتقد ان نقول انشغال المشرف على كرة القدم وعيده مجلس الإدارة بمليون حاجة بالتحليل وانه في موجود عيد مجلس إدارة في نادي وانه بيعمل مش عارف ايه والإعلانة ومجلس نواب ومجلس نواب وقلنا مين حيحزبه زمايلي مش هتقدر تتكلم معاه طب مين يقدر ينتقده وكانت النتيجة كل ما حد يفتع بقه قصنته ويدخلوها لنا في زمالكه على الرغم ان الناس تقريبا بكافة انتماقتها ما كانتش مرتاحة للوطن نروح هناك فريق لم يفز في اي مباراة للحظة خروجه اربع مطشات تعادل اقصاص برايب منهم تلات مطشات انت بتلحس عشان تتعادل وبعدين تطلع بضربات الترجيح يطلع المدرب العام ولا المدرب المصري المنطب يقولك كل الاحداث وانت هناك برضو قبل البطولة تحصل واقعه يقول كلام لو فيه فقر عنه نأجل تحليل هذا الكلام عشان نعرف ان احنا ما اخدناش بالاسباب احنا اهدرنا الاسباب اهدرنا الاسباب دي خلاصة مهم يا جماعة عشان كده هنشوف ابرز عنوين الحلقة ربع العالم فيه ازمة عالمية وهل القضية في مدرب المنتخب موسيقى لكن كرة القدم هناك حكاية بسيطة مباراة الاهلي وصل تدريباته استعدادا للمباراة المهمة اللي جاية مباراة الاهلي المقبلة مع شباب بالوزداد في الجزائر يوم 16 الشهر دا ان شاء الله مستر مارسل كولر قاد التمرين الصباحي النهاردة اللي اجتمل على بعض الجوانب البدنية وفي تأسيمة حرص خلالها المدير الفني على تنفيذ بعض الجوانب الخططية حراص المرمى قدوا تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون والاهلي كان زي ما فاكرين لعب مباراة الديا مع اسموحة يوم لتنين الماضي في ملعب السلام اطمقلنا خلالها الجهاز الفني على جهازية اللاعبين ومنح المدير الفني كولر اللاعبة راحة مبارح استثنى منها اللاعبين الدوليين اللي خادوا تدريبات قوية على ملعب التيتش وضمن البرنامج التاهيلي والتدريبي بعد عودتهم من الأجازة قال يو ديانج النجم المالي كان رجع على طول فور خروج منتخب بلاده من كاس الأمم منحوا الجهاز الفني راح النهاردة وانتظم وهي انتظم في التدريبات بكرا نشره الله تعالى الحياة ديانج كان ملتزم جدا بمجرد حسم موقف مالي في البطولة جاء على طول الدكتور أحمد جبال طبيب الفريق أكد أنه الأشعة أثبتت إصابة خلد عفتاح لعب الفريق بجزع بسيط في أربطة القدم وقال رئيس الجهاز الطبي أنه عفتاح وجريت له أشعة رانين واستكملها النهاردة وبقيت الفحوصات الطبية بعد تعرض إلى هذه الإصابة في مباراة سموحة الودية الأهلي يلعب يوم ستاشر مع شباب بالوزات في الجزائر يرجع يلعب في الدوري بقى يوم عشرين مع طلاع الجيش يوم اربعة وعشرين يسافر غانة عشان يلعب مدياما في غانا يوم سبعة وعشرين يلعب مباراته المهمة مع البرامد ويوم اتنين مارس مع يانج أفريكنز التنزاني في القاهرة في ختام مجموعته في دوري الأبطال تمانية مارس أو ستة مارس اللي اللي عنده مباراة مؤجلة في الدوري لسه ما تسكنتش دلوقتي وتسعة مارس عنده مباراة البنك الآلي وثلاتتاشر مارس عنده مباراة الزمالك في نهاي كأس مصر جدوى المزدحم جدا 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 الله يعيني النادي الآلي عليه إيجابيات الفطرة اللي فاتت أن أنت قدرت أولا تركز على مجموعة من الشباب أنك تعالج بعض الإصابات المهمة يعني وهمها طبعا عودة بعض المصابين وفي مخدمتهم مرد سليم واعتقد كمان كريم ندفد ويعني طبعا أكبر سلبية عودة الشناوي مصاب إصابة يعني مزعجة جدا جدا وحطول واتستطاع النادي الأهلي أن يعني يعالج هذا التأثير باستخدام حارس رابع يكون فيه دعم حراس المرمى نتمنى النادي الأهلي كلها لما تشوف ما تشعط يا أستاذ إبراهيم مؤثرة جدا جدا في مشوار البطولات المختلفة على النادي الأهلي سواء الدوري العام سواء كاس مصر سواء كاس أفريقي يعني بطولات وكل بطولة من دي بيتمهد لك لبطولة أو اتنين تانية فنرجو أن يكتاز إبراهيم إمام عشور بيتمرن بواقل الواقل للرأس طبعا ده في الإجراء الطبي بعد الإصابة اللي كان أصيب بيها في المرأة ده مين إمام عشور يعني لسه واضح إنه في الإجراء طبي إنه يفضل لابس آه احترازي ده إجراء احترازي نتمنى نتمنى ربنا بقي يعني يعفينا من الإصابات وإن الناس كلها بإذن الله تؤدي وتديك اللي جواها عندنا لعبة كبيرة جدا محتاجة إنها أو تعبر عن أفضل ما فيه وبالنها دي تكون فترة نشوف الكلام ده عشان أنا بقول عنق الزجاجة في الفترة القادمة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق بإذن الله كأس الأمم الأفريقية جماعة الختام يوم الحد إن شاء الله التحاد الأفريقي عامل بورتوكول كويس أو عامل مشهد احتفال كويس واخده من الاتحاد الدولي وهو إنه مع فاينال بطولة زي بطولة كأس الأمم يكرم كباتن المنتخبات اللي حازت على الكاس قبل كده طبعا ما كانش يبدأ ما كانش ينفع يبدأ من 57 لأنه كابتن الديبة كان كابتن مصر في 57 وكابتن صالح سليم كان كابتن مصر في 59 والاتنين عليهم رحمة الله فبدأ اختار من سنة 86 86 كان كابتن مصر اللي رفع الكاس الكابتن مصطفى عبده اهو كابتن مصطفى عبده كابتن مصر وقتاوى كابتن خطيب معاه فكابتن مصطفى جات له دعوة لأنه حامل رقب أو رافع كأس البطولة في عام 86 في القاهرة فيه معيار اه فجات له دعوة الكابتن مصطفى شكر الاتحاد الافريقي جدا على الدعوة وقال ان هو عنده ظروف برضو مش هيقدر يسافر وشكرهم جدا على هذا التأدير وقال ان هو كان يتمنى يبقى موجود في تكريم كابتن المنتخبات اللي توجد بالبطولة ايضا من اللي فازوا بالنسبة لمصر للبطولة في 98 كان كابتن مصري كابتن حسام حسن فجات دعوة لكابتن حسام حسن حيسافر ان شاء الله للمشاركة او لحضور النهائي ضمن تكريم الكابتن اللي فازوا لقطة يمكن فاكرين دي 98 في بوركينة فازوا حسام حسن وسامي شيشين وطرق مصطفى من نجوم مصر في 98 في بوركينة فازوا مع كابتن الجهري عليه رحمة الله السلسية التاريخية حسام حسن على فكرة كان كابتن في 2006 في نسخة القاهرة 2008 و2010 كان كابتن مصر الصقر احمد حسن جات له دعوة احمد حسن عشان نروح يحضر هذا التكريم او هذا النهائي لانه في النهاية هم يكفيهم انهم يكونوا قاعدين في المنصة الشرفية في الفاينال والناس تشوفهم تتذكرهم مع كل المنتخبات يعني يعني كل المنتخبات اللي فازت كابتنها هيكونوا موجودين احمد حسن اعتذر لارتباطه يعني جات له دعوة من الاتحاد الافريقي واعتذر لانه مرتبط بتقديم البرنامج التلفزيوني بتاعه هنا لكن دي مسألة كويسة جدا على فكرة كمان يمكن من المفارقة ان كل اللي رافعوا كاس الامم باستثناء الكابتن الديب عليه رحمة الله كلهم لعبة النادي الاهلي يعني كابتن صالح كابتن الاهلي رافع كاس تسعة وخمسين كابتن مصطفى عبدو كابتن الاهلي كابتن مصر رافع كاس ستة وتمانين كابتن حسام حسن كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر في تمانية وتسعين كان لا يزال موجود في النادي الاهلي احمد حسن في الفين وتمانية بعد البطولة على طول جي النادي الاهلي يعني نسخة الفين وعشر رافع الكاس وهو في النادي الاهلي فده يمكن برضو بيبين لك نوعية لعبة النادي الاهلي والتأثير اللي بيكونوا عليها باشواندس في إضافة حاجة للمنتخب حلقة من كلمة التأثير حاجة مهمة جدا وحكلم مع كابتن مصطفى عبد كابتن حسام كل الدنيا بتتكلم هداف تاريخي وعميد العالم كابتن أحمد حسن المحترف الصقر والعميد وعميد العالم كابتن مصطفى عبده إن لم يكن أفضل جناح في تاريخ مصر هو واحد من أفضل وكابتن مصطفى عبده يقاس بتأثيره مش بالمهارة أنا لما بقول أفضل جناح ليس بالمهارة حتجد من هو أمهر في المراوغة حتجد من هو أمهر في مهارات تانية ولكن الأكثر تأثيرا في مكانه عبر تاريخ المنتخب المصري وحتى الآن بلافصال كابتن مصطفى عبده شوف لو أيامية كانوا بيعيد بالأسست الأسست كان مصطفى عبده بيعامل زي طي ما ب عارف عارف أكن اللقطة بتتعد بتتعد بالفيديو كل مرة عملها لك كده مرة على القريبة مرة على المعيدة مرة مرتفعة مات مرة على الأرض مرة قدرة مزهلة على التحكم في الكرة العربية هو بيجري وبعدين بسم الله ما شاء الله ما كانش محتاج الرقص يزق ويجري سرعته ما شاء الله ما جري ولما واللعيبة السريعة هتبصت لقى كنترولها مش عالي في السيطرة عكورة يتسبقهم يسبقوها لا ده الكنترول بتاعه هو بيجري إنها تحت سيطرته باستمرار أنا فرحال للكابتن فرحال لتلت كباتن طبعا اللي مسافرين جدا يعني هو محدش هسافر إلا كابتن حسام حسن يعني كابتن مصطفى عتذر وكابتن أنت الذي اعتذرت ولكن تم انتقائك ده تكريم تكريم إيه أنت الجميع تذكر أنت ميه وإحنا لن ننساكم يا كابتن مصر وعبان ما نشوف حد من الجيل الحالي يرفع الكاس حد وسبت وثلاث بقى يرفعه الكاس مش واحد بس طيب ده يمكن الدعوات اللي جات لكابتن مصر عبر دورات كاس الأمم السابقة لكن ضربة البداية معانا رابع العالم في أزمة عالمية رابع العالم النادي الآلي إنجاز كبير جدا جدا في آخر تصنيف للأندية يقفز النادي الآلي إلى المركز الرابع على مستوى العالم بقول لكم إنجاز لو تعلمون عظيم هو ده مصدر الفخر والقيمة للكرة المصرية والعربية والأفريقية إنك أنت يكون أول أندية العالم منشستر سيتي التاني ريال مدريد التالت انتر ميلا الرابع النادي الأهلي والخامس اندهوفل الزميل خالد طلعت يمكن عرض هذه الوسيقة في التصنيف هنعرض له لكن قبل ما نشوف خالد طلعت هقول لكم إنه الأقرب للنادي الأهلي بيرامدز الأهلي رابع العالم بيرامدز الأقرب للأهلي في ليحة التصنيف ال81 عالميا الأهلي الرابع بيرامدز 81 الأهلي أول أفريقيا بيرامدز سادس أفريقيا نادي الزمالك 119 عالميا والعاشر أفريقيا فيوتشر 158 عالميا وال14 أفريقيا الأهلي رابع العالم إنجاز كبير جدا هنشوف خالد طلعت وابي يستعرض هذه الوسيقى طيب هنشوف خالد طلعت بعد شوية لكنه الأصد يا جماعة لما نفتكر على إنه نهاية القرن اللي فات وتصنيف أنديت القرن واللي حصل ونادي القرن والحدوت اللي كانت حصلة كلكم فاكرينها تفاكرين إنه نادي الزمالك وقتها كان خلف النادي الأهلي مباشرة كانت تاني أفريقيا فرق بنتين بين الأهل والزمالك الآلي حق إنجازات على المستوى القرن والعالمي كبيرة جدا الآلي أصبح لا يتحدث عن تصنيف قرن ولكن على مستوى عالمي إن أنت الرابع على مستوى العالم جمهور الآلي له أنه يفخر بفريقه بجد لعبة الآلي لها أن هي فعلا تدرك أي نادي هما بيمثلوه قيمة هذا النادي إنك أنت النهاردة رابع العالم رابع أنديت العالم والتصنيف دايما في معايير فير أو معايير واضحة في نقط بتتوزع على المشاركات وعلى المباريات وعلى البطولات فالمسألة يعني عادلة بما يكفي أنك أنت تكون رابع العالم بهذا المستوى شوف يا سيد إبراهيم رابع العالم لم يأتي ليحسب لجيل على حساب جيل الراعي في هذا الأمر أنه نتيجة تراكم تفوق للنادي الآهلي عبر تاريخه فمن كل بطولة منذ إنشاءها هتجد الأرقام القيصية لصالح النادي الآهلي فلما تيجي أنت في البطولات الإفريقية رغم أن النادي الآهلي شارك متأخرا جدا فيها إلا أنه استطاع بمجرد ما خد قرار المشاركة أنه يتقدم الصفوف ويحافظ على هذا التقدم اللي بيخلي الآهلي بهذا التفاق مش إنه عنده فرق كرة قدم قوية ولكن عنده إرث من القيم والتقاليد عنده قواعد قادر يمشي عليها ويحافظ عليها هي اللي بتسفر عن هذا التفاوق والنجاح فيه أسباب لسه بنقول الأخذ بالأسباب هو ده أسباب الآهلي له من الأسباب اللي بيتمسك بيها واللي طول النار هنا إحنا قضيتنا حب الأهلي كما وجدته ووجدته مش كلام عبثي كلام لأن هي الأسباب دي والتمسك بيها واللي إحنا ورسناها اللي هي فيها مجموعة من القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية والقيم الإدارية والقيم الفنية اللي بتخليك ماشي بسيستم وكان هناك دستور مكتوب بنطورسه لا أحد يعبس في هذا الأمر من يوم النادي الأهلي الصغير يحترم الكبير الكبير يحتضن الصغير تداول الأجيال الأهلي فوق الجميع وإن كان الشعر انطلق يعني آخر عشرين سنة أو خمسة عشرين سنة إلا أنه كان يطبق من اللحظة الأولى تكريم العمل جماعي محدش بيطلع يقول أنا عملت العمل الجماعي هو البطل كل الناس لما فيه نجاح محسوب لكل الناس والفشل محسوب على كل الناس هذه السوابت هي اللي بتحافظ على النادي الأهلي ف يعني أحيانا واحد ينزعج من بعض الظواهر بعتبرها إنها كانت موجودة بس ما كانتش الدنيا في الضوء أو كده فكان بيتم التغلب عليها واحتواءها وفرض قيم وتقاليد ونظام النادي الأهلي عليها وهذا ما سيحدث بإذن الله وهذا ما نطالب به أبنائنا ها المسألة مش مسألة الشخصانية أي مشكلة حط الأهلي فوق الجميع وامشي قدما وحافظ على السوابت والنادي الأهلي سيستمر على هذا التفوق لأنه عنده دستور يحكم دا كلام مهم جدا نشوف خالد طلعت وهو بيستعرض إحصائية الأهلي رابع العالم أول حاجة عن الأهلي معنا عن النهاردة نستعرضها يمكن تم منذ ساعات قليلة إعلان تصنيف أندية العالم لسنة 2023 ممكن بننفرد به هنا النادي الأهلي يحتر لمركز الرابع على مستوى أندية العالم بالكامل في سنة 2023 بالكامل يدعي تصنيف أندية العالم منشستر سيتي مركز أول ريال مركز ثاني انتر ميلان إيطالي مركز ثالث ثم النادي الأهلي في المركز الرابع وعنده في الهولندي مركز خامس دي أول مرة في التاريخ نادي عربي أو أفريقي يدخل من أفضل خمس أندية على مستوى العالم في تصنيف سنة كاملة في سنة 23 فده إنجاز تاريخي طبعا للنادي الأهلي نشوف بقى تصنيف الأندية المصرية ممكن الأربع أندية مصرية تواجدوا كده في مركز في التصنيف النادي الأهلي المركز الرابع على الميا والمركز الأول طبعا على الأندية المصرية في تصنيف الأندية سنة 2023 اللي يلفت نظرك إن فيه أندية حديثة استطعت أن تزاحم وتجد لنفسها وإن كانت الترتيب يعني فوق الثمانين وفوق المية لكن أندية حديثة استطعت تجد لها مكانا وتصمق أندية لها راقتها فده يحسب يحسب للجداد طبعا يحسب لكل القائمين على هذه الأندية دي حاجة الحاجة التانية إن نادي الأهلي ينفرد ببعيد يعني رابع وأقرب نادي إليه مصري حاجة وثمانين تمانية واحد واحد وثمانين دي مسؤولية أستاذ إبراهيم مسؤولية وجمهورك يعني تعود وهذا التحدي الكبير أن تظل دائما تفي بالاحتياجات التي يطلبك بها جماهيرك أنت ما فيش النادي لأهلي ما عندوش لحظة سرحان لا يملك هذا الطرف فتجد كل المسؤولين عبر تاريخه مهما كانت الظروف صعبة لا بيشتغلوا بيمزلوا جهدهم وأكتر من الجهد مهما كانت الصعوبات عشان يستطيعوا أن يحافظوا على النادي الآلي كما وجدوه بالعكس يضيفوا إليه خطوات السباقية لأن لما خالي طلعت يقول لك لأول مرة في تاريخ اللندية العربية يوجد نادي في الخامسة أو المرة في التاريخ يحسب لهذا الجيل يحسب لهذه الإدارة يحسب للنادي الآلي يخلينا نتمسك ألا نترك هذا المكان هذا المكان الحياة بتسعد كل أهلاوي حتى المتعاطي مع كرة القدم أو اللي بيحب النادي من مواقع عامة الخبير الأثر الكبير الدكتور زاهي حواس واحد من اللي دايما بيعبره عن حبهم الشديد وشغافهم بالأهلي نشوف أخبار النادي الأهلي معك النادي الأهلي طبعا ماشي كويس جدا أنا عفكر أتبع كرة فأفهم كرة أنا مش طعا أصار بس يعني أنا كنت لعب كرة كنت كابتل فريق في بلد دميات أصلي إنسلاد في الوريد في رجلي وقفت لعب كرة لكن كنت كان مصابوني في بلدنا صالح سليم صالح سليم صالح سليم وكنا طبعا أهلوية 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 كان في بلدنا كله ما فيش فيها غير واحد زي ملكاوي فكنا يوم ماشي الأهلي وإذا 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 هو يختفي يعني أنا كل واحد في حاجة سعيدة في حياته أنا الأهلي الحاجة سعيدة في حياتي كلنا الحقيقة يوم ماتش الأهلي والله أنا أسيب الدنيا كلها أنا دام لحكي القصة دي كنت أنا بشتغل مع السيدة سوزان مبارك في بناء متحف الطفل والحقيقة عملت عمل عظيم جدا هذا المتحف أنا نفسي تاخد ولادك وتشوفه ده في مصر الجديدة فهي كان بتعمل الاجتماعات دايما وبنفسها وهي اللي بتتابع فكلمتني في التليفون كنت أنا قاعد في من هاوس باش بعمل محاضرة فقالت يا زي احنا نعمل محاضرة يوم كذا هنعمل اجتماع يوم كذا عشان المتحف فقلت ليا يا فندم يوم يوم ده ماتش الأهلي وأنا طبعا تحت وأجلت المعاد فأنا يوم ماتش الأهلي أسيب الدنيا كلها وطبعا أجمل حاجة كنت في زمان وأنا وزير أو غفير كنت بتفرج في قهوة وكان يعني القهوة دي كانت هي جزء مني وما بتفرج مع الناس كان أهم حاجة ودلوقت خدت عادة تانية أحب بقى أقفل واتفرج لوحدي لكن كل حاجة الدكتور زاهي صاحب مقولة طريفة جدا إن الأهلي مكتوب على جدران الفرعنة ونسي يقولنا إنه كان كابتن فريق رمسيس الأول هو حياته حياته إيه كان بيجي جره كورسي يتفرج على ماتشاط الأشبال في النادي الأهلي في مدينة ناصر أصد زبرايم يعني مش راجل بيتدعي أو بيحب من عن بعد بيدي إحدى الماتشاط الناشئي شخصية رائعة يعني ربنا ديله صحة الأسهري والخبير الكبير زاهي حواس طيب بيجرامي بيجرامي واحد برضو من اللي بيعبروا عن حبهم الشديد للنادي الأهلي حتى هو بيلعب الراجل الرياضة مش في النادي الأهلي نشوف كنت تحلم بتبالعي بكورة ولا لا أنا بحب أشوف الكورة من صغير كنت أظن أن أنا صاحب مهارات زي ظن أن أنا أحلى صوت في العالم فهم اللي تنف ما كان غلط لكن أنا أطلو عمري بحب أتراج على الكورة بحب أكون جزء مؤسد مبادئ الأهلي فأنا أطلو عمري حتى لو الناس اللي ورا الكاميرا زو الكاميرا وفيش كده يعني لو كنت لعيبت كورة كنت أن الحلم أكت لعي في الأحلى لا كنت أتمنى الأهلي حاج أحسن من نفس رح ما كبش بجرامي هو كبير فعلا كبير بثقافته كبير بقراءه كبير باتزانه أنا أعتقد اللقاء ده بإذن الله لم تكن الزاكرة لأنه واحد من اللقاءات اللي كنت بثقف وأنا بتفرق شخصية رياضية سرية لا والحوار كان ممتع أعتقد لو كان مع الأستاذ إبراهيم عبد الجواد عايز أحيان نختلف أحيانا لكن عندما يكون هناك شيء جميل خرج منه بقراء رائع جدا لأنه نجم مش متشاف برده بطل مش متشاف كويس عنده رؤية في الكورة هيلة ياريت كل شوية نقطع من كلامه ده ونجيب الدروس اللي عايز وصلها من وجه نظره كل رأي فيه عمق وعمقه مختلف وصادق جدا 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 في نكش القضايا الحساسة بسلوب هادي وبشكل يصيب كبد الحقيقة من غير مجرح حد أنا انبهرت بهذه الشخصية طيب وأنا كمان والمهندس عدلي بيشير إلى ثقافة الاختلاف في الرائع في الرأي والكبير والصغير أعتقد كابتن محمد فضل عبر عن تقديره للمهندس عدلي باسلوب لائق نشوف ما نقدرش نتكلم يعني هو عيقونة النادي الاهلي سوق في التعاقدات في الإدارة كرئيس شركة النادي الاهلي في الآخر حتى لو فيه اعتاب هو اعتاب كذلك صحي ما ينفعش أي حد يزعل من حد في مقام والد هو كان صاحب والدي الله يرحمه والمهندس عدلي على فكرة دي سر كده أنا أول ما دخلت مصلحة النادي الاهلي لكن المهندس عدلي كان فيه كلام وصله بطريقة خاطئة جدا وهو عنده برنامج والبرنامج وهو بيمثل النادي الاهلي فطلع انتقدني كان حاجة من الاثنين يا أطلع رد يا كلامه في تلفون أنا كلامه في تلفون بس كلامه في تلفون قلت له حضرتك كذا 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 يعني كلمنا تبدلنا الحديث وهو طبعا زي ما قلتلك يعني كان رجل في مقام الوالد ولا احترامه ومسعب ان احنا نتعلم وحتى ما وضحت هو يوميها بالليل طلع وقال ان فعلا اطلع الكلام عليها بشكل جيد اطلع الكلام بشكل كويس وهو كان زعلان مني يعني هو فيه حاجات كان وصلت له بطريقة خاطئة وفيه حاجات كان عنده زعل والزعل انا وضحته حتى احنا كلنا بنغلط وكلنا بنعدل وفي الاخر احنا أسرة ودايما فيه كبير فكل الناس اللي عندهم خبرات لازم نتعلم انه طبعا سواء المهند سعاد لي سواء كنت محمود الخطيب طبعا انا بسلم على المهند سعاد لي بقوله زي حضرتك وربنا يديك تطوى عمله والصحة ودايما نتعلم من حضرتك وكون فعلا ايقونة النادي الاهلي في التعافضات وفي الادارة وكل حاجة قلت لك هذا الكلام حتى في عز ما كنا يعني مختلفين في الرأي معاه وهو كان من الأمانة والشجاعة نكلمني تاني يوم عشان ننهي هذا الخلاف ويوضحه وكان راقي الكابتن فضلي انا بالنسبالي عندي نقطة ضعف ناحيته انا لما شفته في كاس العالم ناشئين 97 97 عرفت انه بلعب نادي الصيد كان واحد من الناس اللي تمنيت انه يجي النادي الاهلي وكلفت ان انا ويني هذا الاب رحمة الله على والده سيد المسشار اهلاوي حتى النخاع عيلة محترمة جدا هو راجل مثقف جدا فضل كدر كدر وعندما كنت يعني اختلف معه كنت اختلف من منظور النصيحة يستطيع ان يصل فضل الى بعد كبير جدا في القيادة الرياضية بحاجات بسيطة فيه انه هو ما يسبش الغضب يتملك منه بس لكن هو راجل حقوقه انجليزي عنده خبرات وعنده شخصية ويستطيع انه هو يبني عنده رؤية انا فضلي احبه بقى وانت الانسان اللي تحبه ويحبك يحبك بعبلك وتحبه بعبله ما تنقيش انا بحب دي وما بحب لا لما تعرف ان المحصلة انه انسان كويس وحتى رغم انك بتختلف في جزئية ما احناش ملايكة وهو لما يراني في هذا الشكل ما احناش ملايكة احنا كلنا بنكتهد ان احنا نقدم نموذج للرياضة يمكن حد يستفيد منها في حاجة كل التوفيق لكابتر محمد نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف ربع العالم ده في ازمة عالمية ليه ما تخافش على الاهل لان الاهل بكل تراث وبكل قيم وبكل تقاليد وبكل نجوم وبكل ابطال وبكل ادارته بقى رابع العالم اعتقد هو انجاز لو تعلمون عظيم نماء وانت رابع العالم وانت عندك هذا الحضور الدولي الكبير تروح تشارك في بطولة العالم للاندية تطلع لك مشكلة وازمة وكأنه محدش بيتعلم من اللي حصل مع النادي الاهل ذات نفسه كاس الامم اللي فاتت المنتخب بيلعب كاس الامم في الكاميرون والاهل مطلوب منه يلعب كاس العالم للاندية في الامارات وروني بقى التضاد ده يمشي ازاي ويمين شمال الاهل اتحرم من لعبته ولعب البطولة والمشكلة في فبرايات الاولى مش بتحرم من لعبته المحليين وبس الدوليين أو الدوليين وبس ده الأجانب كمان اه طبعا اللي في منتخباتهم لكن لأن احنا ما بنتعلمش فجأة يحصل هذا الابتضارب ونفس المشكلة في النسخة اللي جاية وبنتكلم فيها او قبل الهدب سنة و سنتين النهاردة يمكن مجلة الاهل طلع بمنشط الاهل في أزمة عالمية ومطلوب فضل اشتباك الامريكي المغربي ليه لأنه الحقيقة كاس العالم للأندية هيتلعب في في أمريكا في النظام الجديد بتاعها لأول مرة 32 نادي من 15-6 لـ 13-7 سنة جاية يعني عشيه 25 فانت الاهل تأكد مشاركته الوداد المغربي تأكد مشاركته لسه تاخد أعلى نادي أفريقي في التصنيف وتاخد بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية من أسيا تأكد مشاركة الهلال السعودي وأوراوى الياباني ولسه في مقعدين في أمريكا الشمالية فيه منتير المكسيكي وستالا ستاندرز وليون وفيه بطل الكونكا كاف من أمريكا الجنوبية بل مراسي البرازيل وفلامينجو البرازيل تأكد مشاركتهم ولسه يبقى فيه بطل الكاسل بيرتادورس وبطل نفس النسخة بس 20-24 ويعلى فريق من الكونكا كاف في التصنيف من أوروبا بقى العمالقة التي تأكد اشتراكهم في البطولة وهي هي ديت على فكرة الأزمة هتبقى مش مع الأهل بس مع الأندية اللي أنا أقولها لكم لأن دول عندهم نجوم من أفريقيا محترفين في أوروبا في الأندية دي هيجوا مع وانتخابتهم الأفريقية في المغرب ولا يروحوا مع أنديتهم في أمريكا الأزمة مش بس عند الأهل يعني لما تلاقي منشستر سيتي الإنجليزي وتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان وبنفيكا وباريس سانجيرمان وبورتو البرتغالي ولسه بطل دوري أبطال أوروبا نسخة 23-24 وأعلى فريم الاتحاد الأوروبي في التصنيف كل الأندية دي الكبيرة عندها نجوم تقال من أفريقيا هيبقوا محتاجين يكونوا مع منتخبات بلادهم في المغرب هتبدل منتخب ولا النادي بقول لكم الأزمة كبيرة قوي طيب وفي الإوكيانوس تأكد أوكلاند سيتي نيوزلندي نظام البطولة عشان أفكركم بيه يعني تم التصديق عليها أنه بيضم النظام الجديد 12 فريم من أوروبا وأربعة من أفريقيا وزيها من أسيا وأمريكا الشمالية وست فرق من أمريكا الجنوبية وفريم من الأوكيانوس مع وجود ممثل للبلد المضيف الحياة المشكلة الكبيرة ظهرت إمتى؟ ظهرت في بيان للجامعة الملكية المغربية الجامعة الملكية المغربية برئاسة السيد فوز الأقجع أول ما المنتخب المغربي خرج من بطولة الأمم الأفريقية الحالية الجامعة الملكية طلعت بيان بتجدد السقة في وليد الرجراجي المدير الفني وبتقول للجمهور المغربي خليكم مسندين لنا الفترة الجاية مهمة عندنا كاس الأمم الأفريقية في بلادنا صيف هذا العام يعني هي كلمة صيف هذا العام اللي كشفت عن المعادل اللي تتلعب فيه كاس الأمم لأنه كاس الأمم بالضبط الطبيعي أنها تتلعب في الصيف اللي حصل تقديم لها في الشتاء استثنائي إنما اللايحة بتاعت البطولة إنها بتقام في الصيف فبالتالي في المغرب هترجع للمعادش صيفي بتاعها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية ونافس في الكاف ونايب رئيس الاتحاد فكون إنه يطلع بيان يقول إن البطولة في الصيف أنا سألت صديق صحفي مغربي قال لي لا الكلام مش من فراغ إحنا بنتعامل في المغرب على إن البطولة في الصيف مش في يناير اللي جاي أبدا فبالتالي البطولة في الصيف حتى الآن إيه اللي هيحصل منتخب مصر هيروح المغرب بكاس الأمم الأفريقية بنجوم الأهلي ولا الأهلي هيروح بلعبته الدوليين أمريكا الكلام يا جماعة مش بعيد أنتم بتتكلموا إنه الاتحاد الأفريقي عنده اجتماع لللجنة التنفيذية يوم عشرة بعد بكر على هامش نهائي كاس الأمم في أبتجان أول حاجة لازم أن يعملها يثبت معاد البطولة الجاية لأنك شي طبيعي جدا مدام هتعمل تصفيات البطولة الجديدة هتقول النهيات هتتلعب إمتى آه هي محسومة أن هي في المغرب في 25 وفوز الأقجح في بيانه بيشير إن هي في الصيف طب دي في الصيف ودي في الصيف إيه اللي ممكن يحصل لازم التنصيخ من الاتحاد الدولي واتحاد الأفريقي واتحاد الأفريقي ودي مسألة أنا مستغرب جدا هم بيعندوا مع بعض ليه يعني الاتحاد الدولي عامل نظام جديد للبطولة آه ويهموا إنها تنجح هتقعد شهر وهتقعد شهر كاس الأمم نفس الشيء آه شهر بلا هو إحنا حراما إن إحنا نستمتع بالبطولتين أليس من صالح الكرة العالمية والإفريقية إن إحنا نستمتع بالبطولتين لابد أن يحدث تنصيق ودي مسؤولية آآ الاتحادات الإقليمية والاتحاد الدولي والاتحادات المحلية أيضا يعني أنت اللي تحتع بلدك لازم يتبنى هذه القضايا من الدولات آه وإذا كان لك ممثلين يجيدوا عرض المشكلة لأن مش كل يوم والتاني هنقعد في القصة دي آآ يعني أنت تعتصف كل هذه الأموال عشان كل ما تجي لك بطولة مهمة تلعب من غير نجوم والمرة دي إيه لا مش هيحصلوك على البطولة ده تحتلعب من غيرهم آآ طبعا فما عرفش آآ أرجو أن يكون فيه محاولة جد جدا على أعلى مستوى رياضي آآ أن تتحل ومنسبهاش لمرحلة ليس كل ما يعرف يقال ما هو مش هيقال بقى ولا ما فيش تقدر أن كانش فيه حاجة تقال يعني أصدق هو أحمد مجاهد ساعتها كان حسن أي عم قالك كان فيه اتفاق بين إمفنتينو أنه هيحصل تصويت داخل للتحدي الأفريقي على تأجيل كاس الأمم وكان الاتفاع على هذا التصويت سري كان هاني أبريدة وفوزي لقجع واخدين اتجاه تأجيل البطولة بتاعة كاس الأمم لكن واضح أن صامويل إيتو في الاتحاد الكابروني قدر كانت مطروحة للتصويت لا ما كويس لما يكون حاجة مطروحة للتصويت السري أستنتج أنا أن التصويت السري هيأجل إمفنتينو كان متعهد بكده متعهد بيه هيأجل إنما معرفش لفين وصلت بقى الثورة بتاعة صامويل إيتو في غرب القرى وقدر يحشد كل الأندية الانتحادات الأفريقية معاه ويحافظ للكاميران عن البطولة تتلعف معدها ليه؟ وتعلله طبعا أنه البلاد مش جاهزة هو صامويل إيتو مش سازج ما هو عنده فرق حتشارك في كاس العالم الأندية وليه لعيبة لا عندهوش حد إحنا 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 آه وفيه فرق حتشارك في كاس الأمم وفي أفريق فبيخلق لك مشكلة ليه؟ ليه ما خلق لكش المشكلة؟ مش أنت منافس وإنت اللي كنت لعبت معاه الفاينل أنت دلوقتي مطلوب لحل بدري بقى البطولة اللي قابلية أنت اللي وصل معاه الفاينل طبعا من دلوقتي لازم يبقى فيه كلام طيب كلام إيه؟ يعني من حسب اللي اجتماع بتاع يوم عشر بتاع يوم عشر ثبت المعاد وقل للفيفا حل المشكلة مش تثبت إيه شرك مندوب الفيفا ولو بدعوة يحضر الجالسة دي أو بينسقه معا من قبل الاجتماع لا أستخلي بالك هي فيه أهداف تسويقية هنا وهينا خلاص؟ يعني النظام الجديد التحاد الدولي عملها لأسباب تسويقية فعظم عدد الفرق وعظم أن يجيب أكبر عدد من الفرق التقيلة وراح أمريكا أمريكا يعني هناك كل حاجة ينفس بفلوس فالتسويق حيكون لقى 100 قصوى لا وكاس عالم 32 نادي ما أنا بقول لك طيب ما هو دي مصالح هتتضرب مصالح هتتضرب يعني لو الفرق رحت لك ضعيفة مكحكحة خصوصا الفرق الشعبية هو أنت متخيل أن النادي الأهلي عشان في أمريكا مش حبقاله جمهور الجاليات العربية والمصرية هي اللي هتمل الملاعج هي اللي هتمل الملاعج صحيح طيب نشوف الزميل محمد شبانا هو بيستعرض هذا التعارض الغريب الحقيقي أنا ما ببقاش مصدق هذا التضارب في الموعيد أنه كاس الأمم الإفريقية هتطلع في صيف 25 من 15 يونيو ل 15 يوليو وكاس العالم للأندية من 15 يونيو ل 13 يوليو حاجة غريبة جدا 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 يعني الاتحادات دي بتعلن ده إزاي أنا ما عرفش يعني حتى المغرب نفسه عنده أندية مشاركة في كاس العالم للأندية بس المغرب من الدول ما عرفش هل هيتأثر بمشاركة الوداد هم عندهم محترفين كتير يعني هم عندوش مشكلة يمكن بمشاركة الوداد في كاس العالم للأندية في نفس الوقت كاس أمم أفريقي أنا ما عرفش لكن إحنا هيبقى عندنا قزمة كبيرة جدا الأهلي عنصر أساسي للمنتخب رافض أساسي للمنتخب تعالوا نشوف آخر ما تشاهد للمنتخب تمانية في قيمة منتخب مصر منهم على الأقل ستة أساسيين من نادي الأهلي طب الموضوع ده هتحل إزاي محدش عارف إزاي النادي الأهلي حيلعب في كاس العالم للأندية وعنده لعيبة تلعب في كاس الأمم الإفريقية هل الاتحاد الدولي هيأجل انطلاق مثلا كاس العالم لقد ما تخلص كاس الأمم طب وهل الأندية الأوروبية هتسمح ما دي قصة تانية كيف سيتعامل النادي الأهلي ما تشوفت شو ما أنا بقولش اتحاد الكرة إزاي ما تبرو مش موجود والناس طيبين ورحم الله أمرين عارفوا خاطرها نفسه يعني دي بغربش برمية كيف سيتعامل النادي الأهلي مع هذي دي أزمة كبيرة جدا 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 لا مسالة الاتحاد المصري اعتبره مش موجود لأن قدر نفسه هو قوة الاتحاد المصري مش مستمد من الأشخاص هناما مستمد من المكانة والوضع الكروي المصري القوي بس استخدمه استثمره والتاريخ أنت لا تستثمر المكانة الكروية لمصر بالشكل اللي يخدم الكرة المصرية يعني لو الاجتماع بعد بكرة في الاتحاد الأفريقي اللجنة التنفيذية ما حسمتش المسألة الأهلي والاتحاد المصري يسرعوا بالخطاب الاتحاد الأفريقي يا عم من دلوقتي اه ليه ليه تستنى الضغط بعد ما يبقى الموضوع صعب اه من دلوقتي انت أشرت النقطة مهمة لو الموعيد كده فيه ناس هتسوق وناس هتصبح التذاكر وناس هترتب أوضحها على موعيد اذاعة المباراة اه طبعا الاقبال على التلفزيون اه في البطلطين اه مش هي مش هي يتأثر هيتأثر حوتة سوخية اه في كل بلد حيتأثر اه وبعدين انت كل بطولة انت برضو من حقك تروح للأدف الكبرى حيبقى فيها اموال وحيبقى فيها جوائز وحيبقى ما انت بتمول نفسك ازاي هو انت كل المصاريف اللي بتصرف دي بتعتمد في جزء كبير منها على انك بطل وانك بتجيب عوائد بتعينك على تحمل المسؤوليات انما عدد يعني هو المطلوب يعني انك تبقى على طول بتصرف ولا تجني ثمار انفاقك لنفسك والمصلحتك يعني هو انا بتطالبني ان ازرع وقلقي بالمحصول الى البحث او غير ياخده جزء من المحصول اللي الاهل بيزرعوا صفقاته لانه بيصرف على تدعيم فرقته وتقويتها دكتور طه اسماعيل له رأي في هذا التحول النوعي في صفقات الاهل وان الاهل يبدأ يهتم بجلب لعبين افارقة تحت السن لرعايتهم والاستثمار نشوف رأي الشيخ طه نبدأ اللي عمل تعقدات نوعية يعني ما بصش للكم قد ما بص لي الاحتياجات الفنية اللي هو عايزها الزنفولي كان شيء ضروري على اساسي أنا عندي اتنين حراس جاهزين عمر كمال عنده مرونة تكتيكية كبيرة جدا معناها ان يقدر يلعب في اكثر من مركز مهاراته عالية جدا استقباله للكرة والتصرف فيها بشكل جيد سريع قوي بيشوف برجليل اتنين بقوة كبيرة جدا يقدر يلعب بك يمين يقدر يلعب بوسط يمين من متقدم يقدر يلعب في اي مركز من المراكز النادي الالي ولذلك ده بيحل مشاكل كتيرة للمدرب لانه ده بيبقى كنه يعني اتنين لعيبة او تلاتة لعيبة بيحل المشاكل كتيرة جدا وسام ابو علي هداف يعني راجل سندوق بيقدي كويس سريع خفيف الحركة بيلعب بدماغه كويس يقدر يتحرك في عرض الملعب بشكل جيد على اليمين على الشمال يقدر يسقط لتحت يقدر يبقى زي ما بيقوله هدف اسند عليه يعني في كل حاجة مهمة جدا ده اللي احنا شفناه او العلومات اللي وصلتنا انا برضو مبسوط بالصفقتين الاشبال او الشباب اللي هو سامي الابونج بيلعب جناح ايمن وممكن في الهجوم عنده كمان ريندورف ريندورف وده مدافع اشوال ويقدر مية وتسعين سنتي بيقدر يلعب في كل ملاكز الدفاع على الناحية الشمال انا اعتقد ان دولت كمان صفقتين جمال جدا وانا متبني هزي الصفقتين او احس ان دولت هعملوا بشكل جيد جدا ده علاوة على اللعيبة اللي موجودة في النادي في جميع المراكز يعني مثلا اللعيبة التونسي ايو اللي هو محمد الضاوي كريستو ده برضو ظهر بمصر كواس في المباراة الودية المباراة الاخيرة الودية للعيبة النادي اهلي بله وانا ده بقى ملين ده لعيب جيد جدا سريع جدا بلعب بريولة اتنين بيشوت عالجول فده انا شايف ان ده ممكن يفيد بقى رجوع بقى اللعيبة المصابة مع الموجودة اللعيبة اللي موجودة انا اعتقد ان النادي قال لي يبقى عنده سكواد جيد يقدر يقدي وبعدين على فكرة سبق الاحداث بقى مودست سبق الاحداث وسجل هدفين امبالا اه بالضبط في موتشو السوفر لو نتذكر بالضبط فانا شايف برضو انه ربما يكون الراجل ابتدى يعني يتأقلم وابتدى ما هواته يخس وابتدى ياخد فتنس كويس برضو ده اضافة في فترة اللي جاي يعني من المرات الوليلة اللي شفت الشيخطها متفائل منتشي يتحدث بارتحية مرتاح للشغل الفني اللي تم في الانتقالات الشتوية والحقيقة هو شغل بيعكس الهدوء والرؤية اللي كانت واضحة في ملف الكرة عند المسؤولي لنادي الاهلي ما كانش فيه لهر ولا ولا دخل اسباق مع حد ولا ليه هدعو بحد احتياجاتي وايه الواقعية اقدر اجيب ايه وايه تحسب دلوقتي اجنبي وايه تحسب مصري طب اللي تحسب اجنبي لازم يكون تحت السن فتبعد وتتفرج وتستدعي وتقيم هنا مع الاجهزة الفنية بتاعت النادي الاهلي ويختاره وهو اتجاه لابد ان ينمو لانه دا العالم العالم ماشي كده دلوقتي فالنادي الاهلي دائما يستطبق الاحداث ويأخذ بالاسباب هنا تاني وتالت ورابع وده اللي بيخليه النادي متطور لان الناس اللي عنده دايما الرؤي عندها للخطوة الجاية وخطوة زيادة وطبعا تحس برضاؤه عن مودست في الفطرة الاخرانية هو الحقيقة مودست من ماتش الجونة كل ماتش تقريبا بيجيب جونة وبيساعد يعني اذا فيه اجيبيات الفطرة اللي فاتت استطاعت ان تطمئن الشيخطها ويراب تطمئننا كلنا طيب الحقيقة كمان واحد من الاراء اللي انا بشوف الزميل محمد المحمودي في كل حاجة بيعرضها لا فيه عمق وفيه رصانة في التناول في التناول وفيه لغة مختلفة نشوف الاهلي اخيرا بعد طول انتظار قرر ياخد الخطوة المنتظرة انا رايح افريقيا بجيب لعيبة سهويرة وبجيبها عندي الجامة دي تصاعد يفيد الفريق الاول اللي نص نص ممكن استثمره وبيعه واجسب منه فلوس والدائرة تلف لكن في قصة الاهلي مع لعيبي غانا فيه تفاصلتين احلى من بعض شوف بقى الحكاية الحلوة نادي زلينة السلوفاني اللي هو جي منه اللعيبي الاولاني ده ده مش النادي في سلوفانيا دي اكاديمية النادي ده اللي هو مجول الهوايا منعرفوش يعني فتحها في غانا علشان الحاجات اللي شبه دي يعني نادي في سلوفانيا او في سلوفاكيا عمل اكاديمية في غانا علشان يستثمر ده بيقول ايه صح وده اللي يتقال عليه فعلا فعلا صفقة القرن انه زي قدرت عادي جدا الناس تلف حوالين غانا وحوالين مالي وحوالين نجاريا لكن انت رايح لمكان اثبتة بما لا يدع مجانا للشك ان المكان ده بيطلع العيبة صح تحت عشرين تحت سبعت عشر بيطلع العيبة صح بس جملتين ابرك من عشر هنا جمعة جنراسيون فوت عملتها اما مع ميدز في فرنسا السؤال اللي احنا مسألناهوش شمعنا ميدز بيكسب جنراسيون فوت من ميدز ده سؤال مهم الاكاديميز اللي زي دي او النادي اللي في غانا اللي جاي منه اللعيب التاني اللي عند الاهلي دي اندها فقيرة يعني هو عنده العيبة وعنده مطورين وعنده سكاوتينج لكن ما عندهوش ادوات موكري بعنده نقص في الاجهزة عنده نقص في المعدات البدنية عنده نقص في حاجات الميزة انه الاهلي يستغل قدرته بقى البنية التحتية القدرات المالية على انك تعمل تؤامة مع الاندية دي او الاكاديميات دي بحيث تبقى انت بتديهم فايدة مضعفة غير الفلوس ما انت لما تدي له حاجة بالقيمة دي انت بقى معتقد على اسمك وتاريخك وكل الكلام ده كويس دي الانشا لكن اللي غير الانشا انك لما تدي له معدات بدنية او تساعد الاكاديمي دي على التطور في البنية التحتية انت كده برينز انت ميدز بتاعة جنراسيون فوت بالنسبة للاندية الغنية فكابتن بيبو واللجنة اكيد ده في بالهم طبعا لكن بنؤكد علشان الحاجات اللي زي دي شفناها في افريقيا كتير فدي نقطة مهمة جدا جدا في هذا السياق شرح موضوعي لرؤية ثقيبة رؤية وقعية علمية لإدارة النادي الاهلي وبتثبت ان ما تخافش على الاهلي لانه دايما بيسبق وبيجي مش بيسبق انه فكره بس بيحمل اجراءات وتملي التجربة في بداية أستاذ بريم ما بندعيش انها تبقى نموذجية لا حتى اكتامل وانت ماشي طبعا وحتاجت الصيغة اللي تخليك حتى تقدم في معظم افريقيا بإذن الله ربنا يقدر الجميع عن يعملهم من أجل النادي الاهلي ونسبة ومصر تستفيد من هذا التفكير يعني النهاردة الاهلي كانا صابقا في تجربة الاستثمار الرياضي والتصويق وا 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 انشاء الشركات طريقة التفكير في ادارة الملفات إدارة الملفات ودعيب كبير جدا ولذلك مرة لما سؤلت لا أصعب مجلس وجهته تحديات هو المجلس الحالي لأنه مش بس فوس أحداث صعبة ومنوقات لكن فوس التحديات بعضها إنشائي بعضها فني بعضها مادي بعضها تسويقي وبعضها إن الخطر اللي بتاخد اللي ده مايساحش ترجع فنيا فيها فتفضل تحقق بطولات تلزمك بمزيد من المطلات كل ده ده النادي الأهلي ده النادي الأهلي نطلع لفاصل ونشوف بعد الفاصل وهل القضية مدرب للمنتخب يعني ألم بحضراتكم الجديد وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي عنده سيستم بيحافظ عليه وعلى ثواته اللي تخليه يبقى رابع عندية العالم لكن بعد كاس الأمم الأفريقية وبعد كل الدجة اللي حصلة في الأجواء الكروية هل القضية مدرب للمنتخب هي دي القضية يعني؟ هي دي القضية يعني؟ الحياة تحاد الكرة طبعا قرر من يومين تعين الكابتن حسان حسن مدير فني للمنتخب وأي حد يا جماعة يمسك تدريب المنتخب له على الجميع حق الدعم والمساندة لأنه دا منتخب مصر لكن اللغط اللي أوجده الحياة اتحاد الكرة نفسه قبل ما يلوم الإعلام وقبل ما يلوم حد على اللغط يرجع هو نفسه يقرأ هو اللي كتب إيه؟ لأنه قبل تعيين حسان حسن بيوم كان اتحاد الكرة مطلع للرأي العام على الموقع الرسمي للاتحاد وقرر المجلس أدي قرارات المجلس وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب الأول لحين إيه بقى؟ اختيار مدير فني إيه؟ أجنبي وتشخيل باقي الجهاز ده قرار لمجلس إدارة الاتحاد بالاحتكام إلى المدرب الأجنبي وجاب المساعد بتاعه أو المدرب العام اللي هيبقى معاه الكابت محمد يوسف مطلعا بقناش عنا هنا ليه جبت المساعد؟ لا إزاي تجيب المساعد قبل ما تجيب المدير الفني وهذا يعني أنه ربما ما تقدرش تفرضه وده اللي حصله ده اللي خلينا يا جماعة نقول وهل القضية في مدرب للمنتخب؟ يعني حسام حسن أو فيتوريا أو كوبر في جزء منها طبعا في جزء منها أنت في النهاية يا جماعة المشكلة اللي عندنا مشكلة نظام كرة القدم إحنا ما عندناش نظام أي ويوم ما هنعترف إن إحنا ما عندناش نظام ونبدأ نطور ونغير هنتحرك لكن طول ما إحنا فاكرين إن المشكلة في الشخص تشيل أجنابي تجيب مصر وتماشي لمصر وتجيب أجنابي وتصرف فلوس وتدفع دولارات وشرط جزائي ونفضل في الديلامة دية اللي داخلين فيها بقالنا عقود كتير الحقيقة احنا شغالين فيها تغضب على الكابتن وحشة ماشية تغضب على الكابتن الجاري ترجعه وتفضل رايح جايب بين الأسماء ودلوقتي شغال أجنابي شوية إيهاب جلال يومين تعالت كابتن الجاري فسام البدري فترة لم ينجوا من هذا يعني أما أنا الأوان إن احنا ندرك إنه كرة القدم في مصر تحتاج إصلاح منظومة فورية تحتاج نسف كامل للأفكار وللنظام ولو يتسع الصدر باش مهندس نستعرض إحنا ممكن نعمل إزاي قبل ما تستعرض أنا حسألك سؤال يدعم وجهة نظرك المغرب الشر المغربي في حالة صدمة من أداء أبهر العالم في كأس العالم واستحواز على كل البطولات وإلى منحنة مجعد جدا حتى بما فيه كأس العالم الأندية لاستضافها وخروج الوداد من المطش الأول أمام الهلال النهاردة كل الناس كانت متوقعة إيه متوقعة إيه الركرك بره لكن التحدي المغريبي عمل إيه جدد السقة جدد السقة هتقولي تماما ما كل ماشي بتقول فيتوريا بره ما بتقولش جدد السقة لأن المغرب مدركة إن المناخ والنظام مش صح حينجح أيها وإن الكابوة دي الكابوة دي هي عابرة مش طبيعية لا تعبر عن مكانة الكورة المغربية مؤلمة جدا لكن مش مزعجة بالنسبة لحسابات المستقبل إحنا بقى ماذا نملك فيه تحليل عناصر قوة للمستقبل بتاعة الكورة المنصبية تجبت نموذج هفكرك بحاجة وإحنا في المغرب في كاس العالم للأندية الأخيرة بنسأل أنا والمهندس عدلي حد من الأصدقاء أو قبل الأخيرة حد من الأصدقاء المغربة إيه المغرب عملية فجي لو تفتكر السزعب السلام اللي هو رئيس ربطة الأندية المغربية المحتلة قبلناها وفاق ومنصف اليسجي قاعدوا الإخوة المغربة يشرحوا لنا إيه سبب اللي حصل عندهم وعلى فكرة إحنا لازم أن نشوف التجارب الجادة اللي نشطت لأنه لما تلاقي على مستوى الأندية الوداد فرض وجوده بقاله كم نهائي في دور الأبطال نهضة بركان والرجاء والجيش الملكي مشبوعات في الكنفدرالية وغيرها لما تلاقيهم ياخدوا بطولة أفريقيا ويروحوا لبطولة العالم في كرة القدم للسيدات وينفسوا لما تلاقي المنتخب الأول يلعب على المربع الزهب الكاس العالم أما تلاقي الكرة الشطائية عندهم وكرة الصلاة أبطال أفريقيا أما تلاقي عندهم منتخب بالكامل من المحترفين في الخارج يعني عندك مسابقة محلية قوية جدا بتفرز أندية بتنافس في بطولات القارة وعندهم منتخبات في كل الأعمار السنية عافية جدا إيه اللي حصل قالوا لنا لو أفكرك على فكرة وبطولة الشباب المتخب اللولمبي كسبوها آه نقول لك رجال وسيدات قال لك حصل نوع من النفير العام النفير الملكي بعد أعتقد 98 لما خرجوا والملك محمد السادس عمل ما يشبه جلسات العصف الزهني جاب عزيز بودربالة وجاب كل نجوم المغرب وأساطيرها وقال لهم الملك نعمل إيه فقالوا له يا جلالة الملك لابد من الصغار راح أطلق مشروع محمد السادس أكاديميات محمد السادس بدأ يجيب مدربين المغربة اللي عايشين في أوروبا اللي في أسبانيا واللي في فرنسا واللي في إيطاليا جاب عدد منهم إذن جايب مدرب مؤهل كويس وبدأ الدولة هي اللي تنشئ أكاديميات في الرباط وفي الدار البيضاء بدأ باتنين هنا واتنين هنا كل مهمتها إن هي تنزل للأقاليم والقرى بتاعة المغرب تنقب على الولاد الصغيرين الموهوبين وترعاهم في هذه الأكاديميات مدربين مؤهلين جدا يشرفوا على هذه العناصر الموهوبة وبعد كده يبدأ التصدير للخارج يتعاقد مع شركات تسويق أجنبية تيجي تشوف الولاد يطلع بره أنا أعجب فينا موك اللحظة أه هو بيتعاقد مع شركات تسويق من خلال عمل إيفنتات يعني فيه إيفنت أو تنظيم مصابقة آخر الشهر تعالوا شوفوه بيسموها كده سكاوتينج إيفنت هي معمولة عشان فرع السكاوتينج الأوروبية تيجي تتفرج على بطولات بيستدعي لها منتخبات ناشئين من مراحل سنية مدمجة يعني مش بقول تحت سمانتاشر لا كل فرقة تجيبلي فرقة ماكسيمم يبقى تحت سبعتاشر مثلا عايسي جيب تلاتاشر وتحطه مع خمستاشر نقل مواهب اللي عندك وبعاتلي فرقة وحتبقى بطولة فيها فرقة سكاوتينج ليفرفول منشستر رونهايتل الميلان الباريس عازم عازمهم الفرقة دول طيب انت بدأت تهتم بالنشئين سواء ينتقل منهم عناصر للرجاء والوداد وبقية الأندية الكبيرة أو يطلعوا على أوروبا على فكرة منتخب المغرب اللي تقلق في كاس العالم كان فيه حمس ستة عناصر من أبناء هذه الأكاديمية ونحي أعتقد وكام واحد أبرز العناصر كانوا أبناء هذه الأكاديمية استمرت المسألة انه كل شوية كل سنة العدد بيزيد تبدأ بأربع أكاديبيات السنة اللي بعدها يبو تمانية يبو عشرة وبتنتشر وبتجيب إيراد ضخمة جدا من البيع اللي انت بتسوق عناصرك برة فالمشروع بيصرف على نفسه طيب كل جملة بتقولها لازم نتوقف هيقولك وده حقيقي ان الوزارة شباب محتضرة مشروع يشبه كده بس احنا لما تكلمنا قلنا هو مشروع فكريته كويسة ولكن متخطط له ايه ماذا بعد قلنا افصحوا لنا عن مستقبل التجربة دي والنجوم اللي حتلاقوها هتعملوا فيها ايه المشكلة انك لازم تعمل يا أستاذ ابراهيم خطة انت 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 على فكرة انا مختلف ومش يعني لا ازعم ان انا متطفق تماما انه الحل الوحيد اللي احترف الخارج لا مش مقتنع بدي انه ده مش الحل الوحيد هو احد الحلول التفوق في المحلية بداية قوة الخارج اذا لم تتفوق محليا ما الباقي ده كله زائلته انما باغرب كمان ربنا بكفاء بيطلع لها طفارات ده فيه ولد في برشلونة امين لامة ولا مش عارف اسمه ايه معجزة كروية امين يمان اه اه يعني عنده 17-18 سنة بيلعب مع الفريق الاول دلوقت مبدع انا والجزائر فاتت في تجربة شبيهة لكن احنا ملناش خطة دعمة يعني خلينا استكمل لك التجربة المغربية لانه تجربة ملهمة لنا بجد يعني لو احنا جدين انا حقول لكم فيما يعني مشوا بقطاعات الناشين بالشكل ده وبقية الاندية بدأت تعمل اكاديمياتها بس اكاديميات جد عندهم مدربين مؤهلين كويس بينزلوا الاقاليم يشوفوا احنا هنا بنعمل شكل من الاشكال كل سنة اختبارات تيجي في كل الاندية عدد كبير متجمع وعندنا تجربة مشواهة جدا فيها كوارث هنتكلم فيها لكن راح داخل على المسابقات انت هتعمل ايه في المسابقات المحلية قالك خلاص هنبدأ عصر الاحتراف يعمل ربطة اندية محترفة الراجل احنا قعدنا مع عبد السلام رئيس الرابطة قلنا له انت جيت ازاي قالك مجلس ادارة الرابطة بيتكون من 13 واحد ورئيس 13 ازاي عمت قالك فيه 3 او 4 من القسم الاول او الدور الممتاز ده دور المحترفين اللي بيتكون من 14 نادي مش من 16 و 18 و 20 اللي احنا شغالين به اعضاؤه بينتخبوا اربعة ممثلين ليهم في مجلس دارة الرابطة دور اللي بعديه على طول بنفس العدد من الاندية بيختار اربعة ادي التمانية بعد كده يسيبوا بقية العناصر لا قالك لجنة الحكام لجنة مستقلة للجامعة الملكية لها سلطة عليها ولا الرابطة لها علاقة بيها عشان تبقى فير نف ودي اوروبا طبعا انا رحت اسبانيا ورحت مقر لجنة الحكام ومستقل تماما اللجنة عن الاتحاد اللجنة لها مجلس ادارة بيدرها زي جمعية جمعية الحكام لها مجلس منتخب من الحكام الاعضاء اللي فيها لها ميزانية من الدولة بيتصرف عليها وحسابات تحت المرأبة فمحدش فيهم تحت سلطة الاتحاد ولا تحت سلطة الرابطة جمعية الحكام ليهم واحد يمثلهم في مجلس ادارة الرابطة جمعية المدربين احنا عندنا المدربين ما لهمش جمعية لحد بيدافع عن حقوقهم ولاحد بينظم لهم دورات ولاحد عمل لهم تصنيف ولاحد بيرعى مصالحهم ولاحد بيقول مين مدرب ومين مش مدرب هو ده العناية بيقوله عناصر لعمة مش بس اجتشاب المواهب بس فانت جيت رأي عامل ازاي دورات للمدربين وتصنيفهم يعني لما تيجي تقول مين يدرب المنتخب المغربي يقولك انا عندي تمانية في ليفل ايه تمانية في المستوى الاول شروطها ايه واخد دورات كذا عنده خبرات كذا هو لعب دولي كذا فيها مواصفات كتيرة توصل لعملية التصنيف انه المدربين يبقوا مؤهلين ومصنفين ويختاروا منهم واحد يمثلهم في مجلس ادارة ربطة الاندية اللي هدديني الدوري انتم متخيلين انك انت جمعية للحكام جمعية للمدربين جمعية للاعبين المحترفين زي جمعية هنا اللي بيرأسها الكابت المجد عبغاني ونشاطها تقريبا محدش حاسه مش يعني محدش بيشوف ده انما جمعية اللاعبين المحترفين هي اللي بتراعي حقوق اللعيبة هي اللي بتجيب لهم حقوقهم هي اللي بتعاقبهم هي اللي بتتابع مشاكلهم وينتخب منهم واحد من الجمعية اللاعبين لمجلس دارة الرابطة ما سابوش حاجة راحوا راحين للطب الرياضي ما تقوليش ان طبيب اطفال يمسك شنطة ويبقى ده طبيب الفرقة في بعض الاندية قالك لا اي نادي محترف لازم يبقى عنده طبيب عضو جمعية الاطباء الرياضيين جمعية الاطباء الرياضيين حتى مواصفات وشروط للعمل في الدوري المحترف تبقى واخد ماجستير في العظام تبقى عندك دورات كذا تبقى عندك كذا يعني طبيب مؤهل لاصابات الملاعب الجمعية دي منها واحد في مجلس دارة رابطة الاندية المحترف ما سيبنش بقولكو حاجة الا لما خطينها ضمن التلاتاشر واحد اللي بيديره ثم بينتخب هذا المجلس يدير البطولة كل سنة وفي السنة الجديدة ينتخب مجلس جديد المجلس ده جماعة هو اللي بيتولى توزيع حوق البس محدش بيتدخل معهم عنده قواعد حطينها لتوزيع عوائد البس التلفزيوني على الاندية كنا في وقت ما قد اقتربنا من هذا النظام لما كان الكابتن حسن وكان له استاذ موضوع عباس في الرابطة وكان وضع بالفعل الأساس اللي توزع به الداخل وكان الكابتن حسن حريص جدا جدا على ان كل الاندية تاخد حصص الربطة تحررت من هذا النظام او لغته واطلقت بعد كده التسويق المنفرد لينطلق القلب من اللي عمل كده في وقت كان اتساد مرتضى منصور هو رئيس الزمالي الربطة الربطة فقال كل واحد يسوى على ادراك منه انه يستطيع يجيب لنفسه اكتر او تصور يعني ما فيش مشكلة اي نظام يتحط بس كمان ما تقوليش كله يتساوى معايير حط معايير وكان محتوط كان محتوط من البطل اخر سنة من البطل الاخر اربع فيها القيمة التاريخية والشعبية ما بقولك او اخر اربع سنين مجموعة المراكز لبناط من اعلى واحد اخر سنة من البطل الشعبية مجموعة يجي خمس ست ضوابط ليها خمسين في المية والخمسين في المية التانية ولا ستين في المية معرفش النسب مش فكرة بتساوي فكان كل واحد ملء ينال حد أدنى من الكيكة دي كل كل الفكر لاجي منفتح طيب على تطوير العناصر اللي عبر احنا ما بنخترعش العجلة جماعة احنا بنقول لكم تجربة ثبت نجاحها جنبينا وافرزت نتيجها لانه زي ما فيه دوري للمحترفين زي ما فيه دوري للمحترفين فيه دوري للكرة السيدات وفيه دوري للكرة الشاطئية وفيه دوري للكرة الصلاة وزي ما قال فوز اللقجة على السنة اللي فاتت انه قالك موسم 24 هو موسم الروابط ان الجامعة الملكية اللي هو الاتحاد المغربي عايز يخرج برا ادارة المسابقات كلها وان كل البطولات الدوري يبقى لها روابط محترفة بالنسق اللي انا قلته لكم عشان كده كرة السيدات متطورة كرة الشاطئية متطورة كرة الصلاة متطورة المنتخب المغربي بكل مستوياته اديكوا شايفين النتائج ماشي ازاي ده بسبب انه في نظام يا استاذ ابراهيم عندنا مشكلة لم ينزعج احد على نتائج متخبات النشئين طوال العشر سين فاته مخزية المحصلة ايه المحصلة دلوقتي محصلة هنا يا جماعة لانه اللي بيقوله المهندس عدلي ما انت اهملت المدرب ما عندكش اي اهتمام بالعنصر البشري لتطوير المدرب قرارات اتحاد الكرة اللي انا عرضتها لكم من شوية كان فيها قرار الموافق على صفر اتنين مدربين لمعايشة في الخارج اتنين مدربين والله اعلم يقترهم ازاي حتى فكرة لايبزك زمان لما كانت الوزارة والاتحاد بيبوا معنيين ان يبعاتوا خمسة ستة كل سنتين لدورات في المانيا حتى دي بطلت لكن للمستوى التأهيلي ولا المستوى التسقيفي ولا مستوى التطوير لعنصر المدرب موجود ما لهمش جمعية لا تدفع عنهم ولا تصنفهم ولا تأهلهم ولا تعمل اي حاجة انت عندك واحد من شيخ المدربين الكبار الدكتور طي اسماعيل وكان عنده تجربة كبيرة مع الفيفا في مشروع الهدف وعنده خبرات كبيرة محاضر كبير ليه الكابتن علاء نبيل بعد ما مسك المدير الفن الاتحاد والحلقة اللي فاتت لما سألناه قالك في دماغي هعمل ده لانه راجل مدرب هو راجل مدرب وراجل اشتغل في قطاعات الناشئين في المقولين وفي زده وعنده خبرة كافلة ليه واحد زي الشيخ طه ما يقودش تجربة جمعية المدربين وهو يقدر يعمل لهم دورات ويستقدم لهم خبراء برا وبدال ما انت تبعث اتنين معايشة لا انت تعمل محاضرات جادة هنا من خبراء اجانب تجيبهم على نفقة الوزارة على نفقة الاتحاد تعمل دورات مستمرة ومتواصلة في تأهيل مدربين فتقدر ترتفع شوية بالعنصر البشري اللي انت دلوقتي لما جيت عايز مدرب لمنتخب مصر علاء نبيل قالك شيء من العار ان احنا واحنا بنكلم مدرب لمنتخب مصر مش لقيين مش مستقرين على حد واضح فده عنصر المدرب احنا اهملناه تماما ربطة الاندية المحترفة انت تعمل حاجة شبه الحاجة ان ما مش الحاجة ابدا حرام عليك تعمل يعني يبقى حرام عليك لو عملت الحاجة انت قالولك اعمل ربطة الاندية المحترفة عملت ربطة الاندية المحترفة الربطة النادي الاهلي بعت الكابتن عماد متعب عضو ممثل للنادي ازا مالك اعتقد بعت كابتن خالد رفعت وغيره بعد كده ما عرفش مين دلوقتي وتكتشف إنه واحد زي النائب أحمد دياب مندوب عن 14 نادي من الـ 18 أحمد دياب لو مندوب نادي واحد أنا شايف إنه مؤهل إنه يبقى رئيس الرابط عنده باور وعنده علاقة وعنده فكر وعنده رغبة وعنده شغف يعني عنده ما زي تخليه يبرس بس إزاي يكون مندوب 13 و14 نادي يا جماعة إزاي يعني السنة اللي فات كان فيه مشكلة بين المصري وغزل المحلة على بابا فاسيليو المدرب فطلب إنه يتدخل فاكتشف إنه مندوب الناديين مندوب المصري في الرابطة ومندوب وممثل لغزل المحلة في الرابطة طبعا كلام ده يا جماعة أنا بقول لكم أنت على تربيزة بدل ما يبقى عليها 18 واحد من الأندية ثم 2 من الاتحاد ينتخبوا مجلس من 6 أفراد مجلس بجد تكتشف إنه فيه شخص ما ليه كل التقدير والاحترام بقول لكم بس هيصوت 13 مرة هو معاه جواد توفيد من 13 نادي 14 نادي إحنا إزاي عايزين نتطور وإزاي إزاي فاكرين إنه إحنا ممكن نتغير لما تكون أفكارنا متقولبة قوي في أشخاص إزاي إنك إنت كل شوية ما بتسمعش على اجتماع لمجلس إدارة الرابطة ولا توزيح حقوق ولا إدارة مسابقة ولا تعديل أي حاجة كلها بتختزل في شخص ده كلام ما يجيبش النتيجة أبدا فلا عندك مدربين مؤهلين لعندك نظام مسابقة من ربطة بالشكل ده ولا عندك ناشئين إنت سايب أخطر مشكلة بتواجه الكورة في مصر على رؤوس الأشهاد الناس سايباها وهي الفرقة الاستثمارية وأول مناطق تلك المنبارئ الحلقة اللي فاتت للكابتن على نبيل كاد يصوت في التليفون فرقة الاستثمارية دي يا جماعة عشان اللي ما يعرفهاش كل نادي بيلعب في دور الناشئين يعني كاد يصوت تأييداً ولا اعتراضة آآ 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 من المشكلة قال لك دي أم المصائب دي اللي لازم أن تقاوم ليه لأن هي بالخلاصة كده كل نادي عنده فرقة لكل فئة عمرية يعني سيء النادي الأهلي عنده فرقة تحت 12 تحت 14 تحت 16 تحت 18 تحت 20 فيه أندية في الدور الممتاز ومش قليلة مش قليلة بتعمل الكارسة اللي أنا بقول لكم عليها تيجي هي بتلعب في دوري تحت 16 سنة فيجي لهم واحد يقول له أنا هاخد منك الكرسي بتاع المسابقة ده وهديك 200 ألف جنيه في السنة وهصرف على الفرقة الباشا يعمل ايه روح جاي لأولياء الأمور يناقع عشر ولاد عندهم فكرة ويجي لأولياء الأمور الغلابة اللي عايزين ولادهم يلعبوا كورة يقول له ادفع 40 ألف أو 30 ألف وساجل ابنك أكتر من حد مرة جولي تقريبا كتير داخل في السكة دي بيعمل ازاي يجي يقول لك فرقة 14 هسجل 10 لعيبة كويسين وال 15 لاعب التانيين بفلوس كل واحد يتفعله يعني مش ممكن يقولين يكون بيعمل كده ولا والبرامدز وزد ما بيعملهاش يعني دي معلومات طيب هو هتكتشف الاتحاد ما بيعمل هأنت بتكلم على السيس ماري هأ هتكلم على السيس ماري فيجي يا جماعة دي مشكلتها فين ان الولد اللي من أسرة ظروفها على قدها والولد عنده موهبة مش هينفع يلعب في نادي زي ما المهندس عادل بيقولك يجي له ناس يقول له عايزين نبيع قراط هو اللي حلتنا عشان ندخل للواد يلعب كورة بصوا التأثير بيجي ازاي واللي مساكين ما عندهمش قراط ولا غيره الواد مش هيلعب كورة لا ده هو مش عشان الواد يلعب كورة ده هو فهم انه يبيع القراط يوم يجيب عشر فددين بعد كده ايو ما هو عنده أمل في ابنه اللي حد أقنعه عشان ياخد منه الاربعين الف جنيه طبعا السمسرة منتشرين منتشرين انتشار كبير مرعب اه وبيضحكوا على الناس وبيعبسوا بأحلامهم طبعا ويوري له صور محمد صلاح ومحمد صلاح بيقبط قد كده فيبدأ العبس بأحلام البسطاء المصيبة دي مشكلتها فين اول حاجة بتحجب الولاد الموهوبين الغلابة لانه لو دا كان موجود في الخمسين سنة اللي فاتت كان كل نجوم الكرة في مصر دول ما حد شافهم لان الكرة لعبة الغلابة ربنا خلقها لإسعاد البسطاء هي دي سرها وهو دا شغف الناس بيها بتعمل تحولات بحكم الموهبة غريبة جدا عند الناس اللي موهوبة فيها طبعا فانت دي الوقت لما تفضل متوسع في الكلام ده حاجبت الفرصة على الموهوبين رقم اتنين شغلت الاماكن بتاعة فرق الناشئين بولاد اقل موهوبة ما يستحقهاش فاضعفت منتخابات الناشئين اللي الموهند سعد اللي بيقولك نتائجنا فيها سيئة ده لازم انتبقى زي الزفت مش سيئة بس ده ده فيه قضية أساس إبراهيم تقولي الناشئين قضية التسنين دي بتقضي على كوائق على موهب لان ولد بتسنن يباني نقو جدا فياخد بأماكن من موهب أقل في عمراء الحقيقي وبعدين ييجي في مرحلة يعني ان التصعيد ما يبانشي لانهم تسنن بأربع خمس سنين ما يبانشي والأمثلة كانت كتيرة جدا ومش عارفين رغم ان فيه الاسورة ومش الاسورة يعني العلم حللك الموضوع ده فانت قادي يا سيدي قطاعات الناشئين واد المستوى اللي شغال بيه في أندية كتيرة جدا بقولكوا في الدورة الممتاز وأندية لهيئات وشركات يعني المفروض هم آخر ناس يعملوا كده طب المنشطات خد بقى المنشطات والترامدول فانت عندك كوارث في مستقبل الكورة وفي النظام الكورة لا على مستوى المدربين ولا على مستوى الحكام ولا على مستوى اللاعبين ولا رعاية الناشئين ولا المسابقات طب انت عايزي طيب أقولك عاجة تانية خلينا بقى في الفوق شوية ده ده كلام اللي انت بتقوله ده سبب الكارثة في القاعدة الكبيرة طب تعال بقى اللي اللي عايزين يلعبوا كورو يصرفوا عليها اللي اندية كبيرة اللي وراها بعضها وراها جماهير والبعض الآخر وراها مستثمرين جديم بيحطوا فلوس كتيرة طيب ازاي هنفضل نلعب واحنا بنقول يا جماعة 18 نادي مستحيل ان الموسم يستمر على كده مش عارفين نفرض موسم استثنائي يزبط لنا الاداء ودينا الفراغات اللي اولا تسمح بالراحات ثانيا تسمح بالمنتخب يبقى عنده وقت يقدر ياخد لعيبة ثالثا بفرق الاندية تستطيع انها تطلع وتلعب في جولات او تستقبل فرق عشان تنمي مواردها وتسوق لعبتها هلما جر علشان كمان ان المصابين يلحقوا تعالجوا عشان كمان انك تقدر تعمل جداول ما تكونش هي سبب القضاء على قدرات اللعيبة بالارهاق المستمر المتتالي بموسم عبر الموسم ام الكوارث دي ورغم كده محدش راضي يتصدى بجدية وبقرار فوقي حاسم فهذا الامر حتقول لي تسويق مش تسويق لا التسويق يستطيع ان يحل بطرق كثيرة جدا فمعرفش انت موفقني في الحتة دي معاك معاك هو نقدر اعترض لا بتقدر انا بس لما تقول لي انت لمس حاجة وقولك حاجة واحدة اه يعني بقدر لا لا انا بسمعك وموفق تعارف انا بقولك ده انا انا موفق على كل كل كلامك انا شفت واقع ما عادة حاجة واحدة واحدة بس كويس واحدة ما هو واحدة بس ان انا مقتنع تماما ان المدرب الوطني اهم المدرب الاجنابي للمنتخبات لان مدير المنتخب المدير بتاع المنتخب مش واحد بيتطور اداء ده بيجمع لعيبة جاهزة ومواهب عبرت عن نفسها وسلوكيات عبرت عن نفسها ويحقق بالقدر من الانسجام ويدرس المنفسين والغرض من المسابقات الراحة يلعب عليها ده دوره اينما لا تطوير مستوى ولا ياخد لعيبة جاهزة ولا الكلام الفارغ ده ده دور الاندية دور حد تاني طول ما احنا عمالين نفكر ان عايزين المعلب ابعد بره عشان يتعلم صح طبع انت بتعترف ليه وبتسلم ليه بترمي الفوطة ليه انا واقعك الداخلي ما بيعلمش صح ما تبتدي تعلم صح الكلمة الكارثية ان اي لعيب تجيبه يبقى بياخد عشرة واثناشر وخمساش مليون حلمك ايه يقول لك احترف وانت كنت بتعمل ايه قاعدة على جاهوة ما انت محترف عشان مش محترف عشان نظامك ما اخضعهوش ليعترفك يعني اجنبي يعني اجنبي بصوا جماعة هي برضو طبعا هي المشكلة في قزمة الفكر كمان لانه انا اقولك وقع على حكاية الفريل الاستثماري زميل لنا في الاخبار راجل مسلمي ده راجل عامل في المؤسسة جيبي يقول لي ابن اخويا عند 14 سنة وفيه هو هنا من الجيزة وفيه نادي في الدورة الممتازة فيه واحد عرض عليه يوديه وياخد منه 45 الف جنيه قلت له يا ابن ازاي راح موريني المحادسة اللي على التليفون بين اخوه وبين الاستثمار وهيقابله الساعة مش عارف كام على قهوة في القصر العيني عشان يوديه النادي وياخد الفلوس وبيقول له ايه انا كل اللي هاخده من الفلوس دي 5000 والا 40 للنادي والا 40 للنادي وبيقول له هجيب لك وصل بيهم فالرجل جايب يقول لي كان مسك قطاع الناشئين في النادي ده نجم اهلاو كبير اخدلك كلمته يا كابتن قال لي انا سبت العمل عشان كده لقيت الدنيا بايزة والمدربين مع السمصرة مش عارف يسيطر على الموضوع انا ذكر كابتن علاء نبيل شايف الكلام ده كله فبيقول قدمت استقالتي ومشيت قال لي والنبي رئيس النادي فلاني الفلاني عشان ما كانش مقتنع باللانة بقولهوله حجم الكارثة ابعتله بعدتله اه وبعدتله الاشياء بتاع الراجل رجع كلمني برضو باسلوب هو هو راخر مش عارف يعمل ايه انه المدربين بالوكلة بالسمصرة بقت شبكة مش قادر يسيطر عليه مش قادر يسيطر عليه مش قادر يسيطر عليه عشان كده بقولك كابتن علاء نبيل ده جيوب الفساد اللي لازم انتضرب في قطاعات الناشئين لو عايزين نبدأ صح وتقدر تقول انك انت اي نادي يثبت ان عنده فكر زي كده بيبيع الوهم للولاد واسرهم ينزل درجة اللي بعدين يتمنع من المسابعة لو اتعاملت في نادي او اتنين يا حسن أبراهيم طبق طبق اللعب المالي النظيف الاول طبق تعليمات الاتحاد الدولي على المسابعة الخالدة العريقة بتاعتك الاول طبق هذا الفكر هم مستثلين يا جماعة اللعب المالي النظيف مش كلمة دي لتأمين عدم التلاعب والمرهنات وغسيل الاموال ده حاجة في منطار خطورة يا جماعة لازم نطبق ما يطلبه الاتحاد الدولي وانا مستغرب جدا اللي تعد التولي زي ما كرة مرفوطة معانا انا فاكر ان من 15 سنة ولا اكتر كنت باسمع الجملة دي اخر مهلة لتطبيق نظام المالي السليم كل ده ورق بروح يتستف كل الرخصة لن تمنع الرخصة الا اللي عنده واحد اتنين دلات ارماء على الورق كله يتستف استاذ ابراهيم ما فيش يعني ايه يعني ده الناس عمالة تشتيك بعضها ما حدش عارف الشور على الخلل للأسف طيب نظام عشوائي فيه كل التفاصيل المؤلمة دي هل مشكلته انك تجي مدرب للمنتخب هل مدرب للمنتخب ايا كان هو مين مرحليا هيعمل ايه هيتعامل مع الاسماء اللي موجودة في الدور الممتاز ستة من الآل وثلاثة من الزمالك واثنين من بيرامز ويجيب بالبيت المحترفين ولو نجح بقينا حلوين لكن انت في الاساس تحت ديك شايف الصورة القاتمة جدا اللي فعلا محتاجة نسف في كل تفاصيلها هل الكابتن علاء نبيل يقدر يعمل حاجة من المدير الفاني عنده 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 فكرة على كل المشاكل عنده الخبرة وعنده الدراية وقال اه وانا لو هنسجلك اه وانا رأيي ان الكابتن علاء نبيل يبدأ في سلسلة من اللقاءات معنى الجدين في هذا الامر لان اللي عملت بالقوة التقليدية عتخش مش هتخرج من المناقشات والراغ والتنظير على بعضيكم نقي الناس الجدة المهيئة واسمع واخد خرارك وتحمل مسؤولة مش ممكن في يوم الايام تجيب الكابتن الجهري رحمة الله عليه عشان يمسك مدير فني ولما يقول لك نظام تقول له لا يقول لك ما انو كده معرفش اشتغل تقول له مع السلام مش حصل يا طبعا تقول له كده لا مش حتب نفذ اللي انت بتقوله ده صحيح بفكر انتمائي ضيق لانه استكدت عايز سامل كده عشان ينادي الفلاني والفلاني يعني لا هو كان مختصم الآلي زا كان عامل عشاءات الآلي هو كان بيفكر في المتخب اللي اللي هم بي 23 البي تيم ده عندك لعيبة مش عارفة تلعب حتقولي مكدسة يبقى الحل ايه وزع وزع لا مش ده الحل سبني ارعى اللي انا اقدر عليه بس انت لازم تعمل لي مسابقة يوم المباراة حتى دي كانت وسيلة التسويق سور احنا كنا في عز الهواية محترفين كان ماتش الماتشات الكبيرة قبلها ماتش اللي ناشيين وانا سروح بدل وتنبسط ما تعمل كده احنا اعمل درع عام يلزم بيه اعمل مسابقة من المسابقات احد المسابقات درع عام زي المرتبط بالظبط درع المرتبط واعمل البي تيم ده انه يلعب قبل الفريق الاول حتى اولا حيبقى الفريق تيلي بيلعبوا اجهزتهم الفنية شايفة الناشئين والاحتياطي بيلعبوا ويبقى الناشئ والاحتياطي بيلعبوا دم جمهور وفي الضوء وبيقيم وفي مسابقة قوي ومبسوط مش مش مايعدش يقولك انا ما بيلعبش وطموحه باين للمدير الفني ومتعود على كده وانت بتعرف تاخد منه الجاهز اللي حصل عندك اصابة ده تنشيط كمال للجمهور ان الجمهور هيجي بتذكار يحضر مطشيط مش انت بتقوله التسويق اه اعمل لعدد فرق اهل وانت في الحالة دي بتعمل رعاية المطشيط لفرقتين بالظبط يبقى ضعفت عدد اللعيبة او الفرق اللي انت بتعملهها رعاية يعني اذا كنت مثلا بتعمل 18 اعمل 14 كبداية قبل ما تصل ال 12 اللي انا شايفها كافية جدا اي اللي هيبو 28 28 فرق بتلعب في مسابقتين اي في نفس التوقيت مش هياخدوا وقت لان ده قبل ده اه هتقول لي الملعب ما تستحملش الملعب كترت قوي اه الاستادات موجودة على فكرة التجربة المغربية بيستقطع جزء من العوائد لصيانة الملعب جزء من عوائد البس وياخدوها جدول ده في شخصية كبيرة هي مسك المشروع الملعب يا اخي والله انا انا بتهيالي الدولة مستعدية بس تعمل البنية التحتية لو شافت عامل جاد احنا في يوم القام جيبنا مش عارف عشرة ولا خمساشر المدرب بتوزع المحافظات يعني كان فيه انا مش عايز مدربين اجانب في المحافظات يعملوا ايه في المحافظات انت عندك اهل مدربين الاول وعدك عمالة محتاجة اه طبعا محتاجة شغل والمؤسف ده باشماندس واذا تحاول الموضوع اللي بتصرف على الكرة اكتر واذا تحاول الموضوع احنا بنصرف اكتر من غيرنا لتجارة اه اشطب المدرب اللي يزبط انه استغل دي انه يعمل تجارة على الغلابة اللي في المحافظات شطبوا امنعهم العمل اه طبعا لاندخيانة امانة لكن هتجد في الاخر هتفرز ايه الجدين اللي عايزين يعملوا حاجة لازم من واجهة حاسمة والاندية اللي فاتحة ابوابها للافكار الاستثمارية في بيع الوهم للغلابة يتقلها شوية في الولاد السؤال بقى هل الموضوع الجد اللي احنا اتكلمنا دا لادد عن الناس ولا زهقوا من الناس عليك ان تقولها وترحل قولها واذهب انا اظن فيه ناس متكلمك في اللي انت قلته طبعا فدول اللي انبسطوا هو انت في النهاية هو انا لازم اعمل افك بالظبط مش اعمل فكرة ولازم ان انا جيبي اتنين لا 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 يقرعوا على بعض لا لا انت بتتكلم كمسئولية وكامانة في الكلمة انك تقدم تجربة اديكوا شايفين بيتصرف على الكرة اديه احنا يا جماعة انتوا هتشوفوا راتف فيتوريا ترتيبه كام بين مدربين العالم فاحنا المشكلة الكبيرة زي تجربة النادي الالي لا هتلاقي نادي بياخد بطولة افريقيا الالي شوفه لوحده شغال عشان يوصل رابع العالم بس عشان قادر يحوط على نفسه شوية بعيدا عن كل التفاصيل اللي في هذا المشهد هنطلع على فاصل وبعد الفاصل نشوف لما جبنا حسام حسن ازاي يقدر يفصل بين مدرب النادي ومدرب المنتخب بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد بعد كل اللي انتو سمعتوه هل القضية في اختيار مدرب للمنتخب هل التعامل مع رأس المشكلة أو في الجزء الاخير منها وإهمال كل تفاصيل للنظام الكروي هو ده الحل يعني طب ايه سبب التحول بعد ما شفته قرار اتحاد الكرة هو القرار ما هي جزء يا جماعة من الموضوع يوم هتعمل نظام جد مجالس ادارات الاندية هتكون جد الجمعية العمومية اللي هتنتخب مجلس ادارة اتحاد الكرة هتبقى جمعيات جد عارفة مصالحها وافرادها اي من على ده هو الانتقاء لكن انت من الاول كل الحلقات بايزة وجايت حاسب على نهايتها عامل ازاي مجلس قرر انه حيجب مدرب اجنابي بعد كده جاب مدرب مصر ليه عضو مجلس ادارة الاتحاد الساذي هاب الكومي اتكلم ليه حصل التحول ده نشوفه تختصار شديد جدا بعد خروج منتخب مصر كان فيه اتفاق من مجلس الادارة بعد عودة البعثة على نوجيه الشكر لمسر وفيتوريا على الفترة اللي اضاها مع المنتخب المصر وهنا كان فيه كلام ما بين مجلس الادارة مدير فني اجنابي ولا مدير فني مصري واللي اتكلم في المصري كان بيتكلم فيه كافتر حسام حسن كأولوية كافتر علي ماهر كجهاز موجود اتكلمنا فيهم لكن كان الاغلبية ان احنا في الفترة الحالية ممكن يكون الاتجاه الى الجهاز الفني الاجنابي عشان اعتهزة الفنية المصرية مش عاوزين يعني ايه نعمل عليها اكتر من اللازم بعد كافتر نهاب جلال باسمه وتاريخه مع الكافتر الحسام البدلي في الفترة اللي اضاها فكان الاتجاه ان احنا نجيب مدير فني اجنابي وكان بالاسم يعني الاولوية لمصر هيفر رينارد وعشان كده كمان كان القرار بالتعيين الكافتر محمد يوسف كمدرب عام مع الجهاز الفني الجديد عشان في حالة عودة الدور يبقى متابعة للمبراتة وبعد استقرير للمدير الفني الجديد احنا قلنا خلاص على بركة الله نبتدي نتكلم مع الراجل ده ونشوف ايه اللي حق ممكن نوصل معالي انه يقول له الاولوية في استقدام ولكن مع ابداء الموافقة المبدية على وجوده في مصر لكن قال انا مرتبط بتاعكم مع الاتحاد الفرنسي مش ممكن اثيبه حاليا مع المنتخب القرى النسائية الا بعد الاليمبياد وممكن ان انا يعني يكون المساعدين بتوعي الموجودين لادارة المنتخب المصر طبعا ده ما ينفعش ان احنا عندنا مباراتين اتنين مهمتين جدا جدا في شهر ستة لا اتجه الى الاجهزة الفنية المصرية وعلى رأسها كابتن حسام حسن كان القرار من المجلس الادارة بالكامل بعد كمان ما شفنا ان هناك اجماع والتفاف من معظم الشعب المصري على ان احنا نتجه الى الاثنين الكبار كابتن حسام والكابتن ابراهيم وحيبقى فيه التفاف في المدرجات وغيرهم وحتيبقى تجربة زي ما خضنا تجربة قبل كده المجال السابقة العظيم الكابتن نفاح المحمود الجهري فكان الاتفاق من الامس والمدولات ما بين مجلس الادارة على ان خلاص ندل الاستقل الكابتن حسام وكابتن ابراهيم وما اعتقل كافة الصلاحيات في اختيار الجهاز والمعاون بالكامل عشان يقدر ان هو يكون فيه تنقوم فيه تجنص ما بين الاثنين فيما يتعلق بالكابتن محمد يوسف اذا كان فيه مدير فن أجناب كبير كان ممكن يكون مدارب عام وبالتالي اجمعنا كلنا على انه لابد ان يكون له دور داخل الاتحاد المصري في الفترة القادمة فلابد من الاستفادة بكابتن محمد يوسف ايضا في عملية الرسم اللي تطوير القرى المصري يأخذ للفترة القادمة من خلال مكانه داخل الاتحاد المصري وقرة القادمة احنا استاذ ابراهيم تعليقا على الكلام اللي اسمعناه لم نفجأ بقى اي كلمة فيه ومدركين ان ده اللي حيحصل اول ما رينا ان الكابتن محمد يوسف والكلام مع هيري رينار انا قلتلك هو العربية قدام الحصان ازاي انت الوقت الى هيرفي رينار ده متأكد انه هيقبل انه يبقى معاه حد مصري بس فيه قوي زي فيتوريا ما رفض قبل كده نفس الكلام ولا الكابتن محمد يوسف هتبقى مطلق قياده في الامور الفنية على ما يجي هيرفي رينار وبعدين انت ما انت عارف من الاول ان هيرفي رينار عنده انتزام مع المنتخب الكورنس عنده دور الدريس للنبي ومستحيل يسيب المنتخب ولن يسمح له طيب انت عندك هذا التوجه قبل ما تاخد خرار بكابتن محمد يوسف وتحرقه معاك ما تكلم الراجل اللي عن عينلك حد ودي السفيات والراجل ده احنا شايفينه كويس وبتدي تواصل معاك لما يجي الاول عشان لأ عشان لما تيجي يبقى كلفه باللي انت عايزه لكن هو سابهم قال لهم ايه اهل مصري معاكو لحد ما خلص لحد ما خلص خلي بالك من جملة ما حصلش كده على فكرة رينار ما اتفقوش معاه أصلا ما وصلوش معاه الاتفاق يعني ده شغل كمان ساذ جمال علام جاب محمد شيحة تعال اتفاوض مع وانت الوكيل بتاعه تعال اتفاوض معاه الهر وما تواصلش لحل كان احمد دياب النقب احمد دياب كان وصل لخطوة متقدمة معاكيروش وخليك كل يوم التاني تحرق ورعك مع مدرب علام هتجيب مين بعد كده يعني وما زلت اقولك ليس مطلوبا ان يكون مدرب عالمي بالظبط انت لو جبت بيعمل ايه يعني اللي عايز اقوله ما هواش مدرب كلمة مدرب مشروع لا يعمل المشروع الاول المشروع ده شغل مدير فني للاتحاد طبع للاتحاد ده اللي بقى صعب مشروع لكن مدرب منتخب مصر ده مدرب الاهداف القريبة بالظبط بالظبط المشروع المشروع نفسه عندك انت كالتحاد يقعد يضحك عليك وقولك بجدد يتتيب وطلعك وافرد ان هو يروح مغير لك مضيع لك 34 بطولات في السكة من غير ما يصلح النظام اللي انت بتقول اللي يفرز المادة الخام طبعا انت بتدور على ثمرة من غير ما تزرع شجرة في مثل انت هتقتنع انك لازمة تتعب وتغرس شجرة عشان تنتظر ثمرة انت عايز اللقطة عايز ثمرة من الهوا في مثل انجليزي بيقولك عايز عجة دين البيض طبعا انما انت عايز عجة من غير البيض من غير حاجة فبتكون عكة مش عجة طيب برضو على ذكر الفرق بين القديم والجديد واللي لازمة يتاخد مبارح وحتشوفوا الصور دلوقتي أستاذ جمال علام عمل اجتماع مع كابتن إبراهيم حسن كابتن إبراهيم جي مع كابتن حسام مدير الجهاز فالحقيقة حاضر الأستاذ جمال علام واللي هو مشهور ومحمد أبل وفا عن الاتحاد وحاضر طبعا وليد العطار المدير التنفيذي والكابتن إبراهيم حسن وجنبيه وليد وليد بدر هنا لغاية دلوقتي الجهاز ما تشكلش يعني اتحاد الكرة ما خادش قرار إلا بتعيين الكابتن حسن حسن مدير فن وإبراهيم حسن مدير للمنتخب إنما الخبر الصادر رسمي على الاتحاد واصف وليد بدر إنه المدير اللي داري للمنتخب أنت بتنصفه رسميا من غير ما اتطلع له قرار مع لنا هي جزء برضو من اللي حاصل لكن الحياة القضية اللي أسيرت هنا واللي لازم أن ننبه لها باهتمام بالنسبة ما عليش فيه حاجات عشان أفهمها أنا مع الجمهور فضل هو بالنسبة للمنتخب فيه مدير كورة ومدير إداري دور دا إيه دور دا يعني أنا عايز أعرف هو المدير الإداري دا يعني بتاع الإجراءات ومدير الجهاز دا مدير إداري عنده كل الاختصاص الإداري ويوم ما بيحب يسافر حنقول مدير إداري دا عشان يجهز السفر ويحجز قتلا هو إداري يا ألقاب بس استن بس بخلص الجملة عشان نستفهم أنا إيه السؤال بتاعي المدير الإداري إنك إنت تجيب واحد للإجراءات طبعا دا متوفر في التحاد طول عمر التحاد الكورة كان فيه الكابتن على عبد العزيز صحيح صحيح بعد الكابتن سمير عدل وقابله سمير عدل كان هو دول فيل التحاد مش مرتبطين بالأجهازة منتاش محتاج حد من بر بيعمل لك اللي إنت عايز بخبراته وعلاقاته إنت فكرة إنك تبقى عندك مدير كورة طب مدير الكورة سلطاته إيه سلطاته عشان إيه طب مدير الفني سيبك إن بالنسبة لكابتن إبراهيم والكابتن حسام فيه تنغم مش حيحص بيصددوا بعض وعارفين كل واحد مع التاني بيكمله بعض الزبط لكن أنا بتكلم الجهاز المعامل في البناء بناء المنطقي للجهاز طيب اعتبر لو فيه جهاز آخر كنت هتقوله هو المدير الكورة دوره إيه ومدير الإداري دوره إيه ما المدير الإداري مش هيبقى بتاع الكورة وبتاع زي ما في لندية واخد بالك أو اللي بيحجز لك أو اللي بيعمل لك طيب الاجتماع ده اللي كان مبارعه حضراتكم شايفينوا الصورة بتاعته الحقيقة ناقش كابتن إبراهيم حسن طرح على الأستاذ جمال علام عايزين نقعد مع مسؤولي الأندية علشان توقفات الدوري عايزين يبقى فيه توقفات كافية للمنتخب ونخفف على الأندية تلاحم المباريات في ضغط المباريات عايزين نخلص منها شوية هنا المشكلة الكبيرة فيها هنا المشكلة فيها هنا المطالبة بمعسكرات للمنتخب برى الأجندة الدولية طبعا الكلام أيام الكابتن الجهري والمعسكرات الطويلة كانت هي دي السمة السائدة لأنه وقتها مفيش احتراف جد مفيش لعيبة بره انت تقدر عايز تجيبهم وفي نفس الوقت مفيش ضغط مطشط زي دلوقت عدد الأندية كان كامل عدد الأندية أقل وارتباطات الأندية بالمشاركات الخارجية كانت أقل يعني أنا لما يكون طرح على فكرة في الكلام ان النادي الآلي ما هو النادي الآلي على سبيل المثال مريح بقاله قد كده فالنادي الآلي بالأرقام أكتر نادي لعب من بداية الدوري هو دلوقت الأهلي مريح مين الأهلي اللعيبة اللي موجودة مع كولر طبعا تمانية موجودين مع فيتوريا كانوا في بطولة وتلاتة محترفين واثنين منتخب إلومبي وعشر منتخب شباب أجانب أجانب أخذلك يعني انت عندك قوام بالكامل مش مريح ولا حاجة ثم ان الأهلي بالدور الأفريقي ودور الأبطال وكاس العلم للأندي عدد المطشات اللي لعبها أكتر من أي ناد في الدوري لكن الخطورة اللي جاية فين وأتمنى أن دي ما تعملش تصادم أتمنى أن ده ما يعملش مشكلة أنت هتوقف الدوري علشان المنتخب طب اللعبة دي كولر والرجل اللي في الزمالك والرجل اللي في بيرامدز رايحين بأحمال بدنية معينة لللعبة دي نقطة تانية منطل خطورة أنت هتوقف الدوري مش هتقدر تجيب المحترفين برا مصر اللي في الخارج محدش يجيبهم إلا في الفيفا ديت موعيد الاتحاد الدولي هي المسموح دي في الأجندة الدولية لعبتي الداخل دول كابتن الجاري كان بيوقف ويخدهم شهر يطلع الجبل في السويس ويروح مش عارف كابتن الجاري لغى الدوري أبراهيم ولغى الدوري لما رحكس عالم يعني كانت المسألة غير دلوقتي الدوري دلوقتي دوره فيه رعاة فيه فلوس فيه عود احتراف فيه مدربين أجانب فيه أرقام كبيرة فيه عوائد بس فيه حدوطة كبيرة قوي على الطرابيزة مختلفة عن الأول اللعبة دي لعبة منهكة ومجهدة من تواصل المباريات الأندية بتحاول زي الأهلي يعمل روتيشن عشان يوزع المجهود شوية حتتاخد اللعبة الدوليين وساعتها عشان مش هتجيب المحترفين برا فحتتوسع في الاختيارات المحلية عم كنت لهاي عشر اتنشر واحد من الأهلي مثلا طب هم هو كده مريحين ولا عبء زيادة هيجوا للنادي مصابين لا أقول لكم ده عشان قبل ما تصار ويبقى فيه تشاكل أخطر نقطة أقول لك عشان أريح تريح عن دي إزاي ده أنت حتضغطها أكتر لأنك لما تاخد فترات حتبع الأحساب ما تشطكت حتتلاعب طبعا حتحط دوري ما تضغط أكثر بدل ما هيخلص في نهاية سبعة هيخلص في تسعة لا بدل ما يلعب كل رابع يوم حيلعب كل ثالث يوم أو كل ثمانية ربعين سناعة كمان طيب هل لما الأهلي يعني الاجتماع ده خدوا بالكم حاجة يعني الأستاذ جمال علام واللي هو مشهور ومحمد أبلوافع أولاً الدوري مش بتاعهم كان لازماً اللي يحضر الاجتماع ده أحمد دياب النقاب أحمد دياب هو رئيس الرابطة اللي بتدير الدوري مش الأستاذ جمال علام خالص رقم اتنين انت بتناقش شأن فني والرجل اللي انت عينته مدير فني اللي الاتحاد مش قاعد كابتن علاء نبيل آي آي يعني التوقفات دي رأيه فيها كان الرأي الفني للمدير الفني مش موجود عشان كده يا جماعة يبقى ده معناه يا أستاذ برايب هل في جدية في هذا الكلام انت مش شاف أدوار يعني انت مش محدد دور مدير فني وهو لازم يقول لهم ما فيش حاجة زي كده تتعمل إلا ما كل رأي حاسم فيها آه طبعا الكابتن حسان حسن يقعد مع الكابتن علاء نبيل ويقول رؤيته إيه ويشوف إيه اللي ممكن يتعمل لكن حنسيب الجهاز الوطني يصطدم بالأندية وبعد كده تطلع الأندية هي اللي دمها تقيل وهي اللي مش متعاونة مع المنتخب وعشان سين وعشان صاد صدقوني دي الحدوتة اللي جاية فمنعها دادري قوي يجي بالنظام أنت عندك أجندة دولية خلال الأجندة الدولية اللعبة اللي في الأهل والزمالك وبرامد زيهم زي صلاح وتريزيجيه والنيني ده لعب محترف بياخد مقابل عشان عنده ارتبطات لأنه من نظر دي تبقى كده طبعا وبعدين النادي غير المنتخب تدريب النادي غير المنتخب دي الرؤية المهمة اللي تكلم فيها الشيخ طه اسماعيل نسمعه يعني على فكرة قبل كده سؤلت كذا مرة على هل حسام يصلح لأنه يكون مدرب للمنتخب أنا الحقيقة كان إجابتي دايما في صف حسام شوف الانضباط الروح المعنوية الموتيفيشن فحسام عنده نقطة الموتيفيشن هو موتيفيتور يعني محمس للعيبة بشكل كويس وعلى فكرة فيه مدربين كان شغلتهم كده يعني لما نجي نشوف مثلا واحد زي سيميوني مثلا عندهم الحتة الإرادية دي كبيرة جدا ومهمة يريد أن يتعاوض أشياء كثيرة جدا إحنا فرقتنا كانت تفتقر في كل المتشات اللي لعبتها على النحية القتالية دي أن أنا كل كرة معلقة لازم أقاتل عشان أخذ هنا اللي هي كرة مشتركة اللي بيني شوف بقى في المباراة فيه كم كرة مشتركة بتتمي بين لعيبة وبعضها لما بكسب أنا 70% من هذه الكرات بتأدي أن أنا أعمل 70 هجمة أبتدي بـ 70 هجمة أبتديها بشكل كويس وبقدر أنهيها بشكل كويس المسائل اللي تكلم عنها سامي من حيث يعني اللعيبة بتلعب في الاندية بتاعتها بتاكتيكس معينة بتخلص أنا مش أخذ الفرقة كلها أنا أخذ لعيب واحد من كل نادي أو اتنين فأنا هوظفهم بالشكل أنا أرعب بالنسبة للعب نفسه لكن الشيء المهم التنظيم الأول كرة القدم تنظيم غرفة الملابس الوئام الانسجام الهدوء عدم الغضب والكلام من هذا القبيل تبقى اللعيبة كلها عارفة أن كل واحد بيأدي دوره حسب ما بيطل منه المدرب بحيث اللي هو مش هيفتدي يبقى عارف نفسه أنه هو قاعد مش متبرم يبقى قاعد في الماتش بيدرس المكان اللي ممكن ينزل فيه وهيأمل فيه إيه كل اللعيبة لما هناك عدل من المدرب يبقى فير اللعيبة كلها تحب المدرب وتأدي بشكل كويس وهيمشي الأمور على الجميع كلها ما يكونش فيها أخطاء وطبعا هو يعني من العقل ومن الرجاحة أن يعرف أنه فيه أشياء كانت في الأندية يعني بيعملها أو يعني خروج شغية ده لازم يعرفه أني أنا بقى أول واحد منضبط عشان أنقل هذا الانضباط باللعيبة بتاعه صح ويعني دكتور طه لخص حاجات مهمة جدا نتطفق عليه معاها كلها وفي كلام كابتن حسام أشعر كابتن حسام متطفق معاه أي يعني متطفق معاه المهم أنت في التطبيق هتعملها زي ويا رب ما يكون فيها نقاط صدمية مع لعيب مع إعلامي لأنه حيتحط تحت ضغوط لازم يتوقعها فالكلام اللي قاله الدكتور طه يجب أن يوضع كده ونشوف كمان كابتن حسام السكاوي رؤية وين ها رؤية وين تخوف الناس يا أستاذ حسام من التوأم التعامل هنا هيبقى عامل إزاي لا هنا توقف على حساب إزاي هيقدر يتعامل مع النجوم دول ده النجوم تقربوا مع مدربين من يورجون كلوب لغاية يعني في الاتحاد جدة وهكذا مدربين كبار فهيتعامل معهم إزاي ده مش يعني أنت لما تيجي تتعامل مع النجوم دول لازم تكون عندك شكل من أشكال الثقافة العامة وكمان كورة كورة يعني يعني مش هتعلم صلاح يتحرك كزي في الملعب مش هتعلمه بقى دي مش صلاح بس نجوم كتير في المنتخب مش فأنت مطالب بأنك تطلع كورة من دماغك تكون أعلى من الكورة أو على الأقل قريبة للكورة اللي في دماغ النجوم دول فيه لو جالوا مدرب والكورة بتاعته تقليدية عادية الملعب هيخلي اللعيبة ما تعملش اللي بيقول عليه للمدرب فيه لازم يبقى واضح أنه عنده فكر فني فلسفة فنية مع المنتخب تختلف تماماً عند الاندية كمان فاهمه انت المعيار بتاعنا مش جيبوتي ولا بركينة ولا كبير طبعاً تصفير كسر على المهمة لكن احنا شفنا الأمم الأفريقية وشفنا الخريطة زي بتتغير وشفنا الفرق بتلعب كورة زي وبتلعب 120 ديان تكلمت على مين هيبقى مدرب الأحمال مع حسام ده واحد ده شخص ده واحد له دور مهم جداً فغاية الأهمية صح فغاية الأهمية دلوقتي الدور ده مهم طيب أول تجارب حسام إيه الدورة بتاعت دبي بتاعت الأمارات بتاعت مارس ناس تقول لك هو يعني ده وقته ألا ده وقته لأن احنا طول عمرنا بنطالب أن المنتخب لازم يكون في الفيفا ديت بيلعب مطسط تجربية صح ولازم يلعب يعني على مدى السنة أنا شفت تونس والمغرب والجزائر وغيره بيلعبوا مع فرنسا وإنجبترا وألمانيا لازم البلان بتاعتنا أن هنلعب مع الفرق دي عشان إذ كنا عايزين نتطور حقيقي يعني هنخسر أحياناً أه بكنا هنتعلم يعني طبعاً دايماً الكابتن عسن يروح لفلسافة الأداء فهو بتحدث أنه لازم يبقى الكورة مقنعة أكتر من اللي في دماغي اللي عريف أرجع تاني أقول لك هو جراديولا عمره مرر المنتخبات أعرف ليه لأنه مدرب مشروع مدرب استيلات زي هاب جلال عايز وقت وعايز حرية وعايز حد ما يعودش يارب فيه لحد ما يفرض أسلوبه وبعد كده يقعد يتفرج الدنيا ماشى زي الساعة فأنت مسألة جماليات اللعب والجمل والكلام ده هتبقى لحد ما بتختلف من مدرب لمدرب بس مش هتبقى بالفوارق الصارخة غير في فلسافة اللعب يعني أنت كوبر وصلك لفاينال الأمة الأفريقية وكاسر عال حق التارجت التارجت بإيه بفلسافة إمكانيات إيه ألعب إيه وعدنا نقول له الأداء وجماليات غيره هلعبك الكرة بقى اللي بتحبوها المفتوحة إيش ربيع عام فأحيانا أنت مش 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 جاي ترضي المزاج العام أنت جاي تحقق أداء طيب على فكرة ده كلام يا جماعة في منتهى الأهمية لأنه طبعا كل الناس تتمنوا بإذن الله الجهاز الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن ينجح في تأديد في أنه يقدل مهمة بتاعته لأن ده دي مصلحة منتخب البلد اللي كل الناس وراه لكن الفوارئ اللي تكلم فيها الشيخ طه اللي تكلم فيها لأستاذ حسن واللي أشار إليها لمهاند سعادلي لازم أن تكون حضرة في زهن حسام حسن أنك أنت أستاذ حسن قال لك يعني هو حسام حسن هيعلم محمد صلاح يوقف إزاي وغير محمد صلاح أنت في النهاية بتاخد الكريمة بتاعت الأندية كلها كل اللعبة المتاحة عندك أنت واخد الأفضل في كل المراكز اللي أنت بتختار منها من كل الأندية ممكن أسألك سؤال لأن الكلام ده أسير وكيروش قالوا والأساسيات أنا ما نشايف أنه عندنا مشكلة في المهارات ولا شايف أنه فيه مشكلة عندنا أنت توقف الكرة إزاي إلا في بعض اللعيبة اللي شخصيتها مش قد المسئولية فترتبك وهنا شخصية إنك تنعي اللعيب اللي عمده شخصية ده هي دي بقى إنك أنت يا جماعة مدرب المنتخب مدرب النادي معلم معلم لللاعب لأنه بيقعد يطور أداوي ويزبط طريقة لعب ويحفظ أسلوب وحاجات كتيرة قوي ويهيأوا زهنيا وحاجات كتيرة قوي في بناء اللعب وبناء الفريق لأنه واجب يومي هو كل يوم ممكن يتمرم مرتين كمان إنما مدرب المنتخب كل اللي مطلوب منه الانتقاء بدقة وعدالة وعدالة إزاي تنتقل لعيبة لقايمة المنتخب بدقة وبعدالة وإزاي تدير المباريات بكفاءة وتركيز بدون عصبية وبدون توتر وبدون مشاكل وإزاي تحضر لمبارياتك والبطولات اللي بتشارك فيها بخبرة وبعلم هي دي خلاصة الفرق بندون ده أتمنى أنه كابتن حسام والكابتن إبراهيم يهتموا بتطوير الجهاز المعاون وينسوا ليه لأنك أنت أنت النهاردة وإنت وإنت بتنافس في الأندية الداخلية أنت كنت بتلعب على نطاق محلي ما عندك شيء أي منافسات خارجية منتخب بصر أنت بتنافس بره فأنت عايز خبرات مختلفة وعايز قدرات كمان مختلفة للأفراد كل التأدير للجهاز المعاون اللي كان موجود مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم ومن المؤكد أن التحاد الكرة مش حيتدخل أنه يفرض أسماء بعينها على الجهاز وإن اللي يبقى بيهرج هو راخر في النهاية المدير الفني حق أصيل ليه أنه هو يختار سإحنا بنقول أنه لازم أن يدرك العناصر اللي كانت معاك في الجهاز وإنت في المصري أو في فيوتشر أو في الأندية المحلية خبراتها وقدراتها مختلفة عن المطلوب منك مع المنتخب أنت هتنفس برة وحتسافر برة وحتحتاجك برة حاجات تانية كتيرة أو يخليك ترفع كفاءة الأفراد المساعدين وكمان وكمان يا أستاذ إبراهيم أنت هتتعامل مع لعيبة هم دول نجوم الكرة مصرية أنت واخد الأفضل فأنت تعودت وانت مش أنت مش كابتن حسام وكابتن إبراهيم اللي معاك تعودت على كواليتي معين من اللعيبة يقدر يشخط في ده يقدر يهزر معاك أسلوب التعامل ده غير ده مش هتلاقي كلام ده مقبول في المنتخب اللعيب النادي انت بتزعق له لأنك بتعلمه أو بتزبط له حاجة وهو مرتبط مع النادي فبيقبل إنما الرجل اللعيب الدولي اللي جاي للمنتخب من برة أو من جوة أسلوب التعامل هيختلف مؤكد أن كابتن حسام مدرك الفوارق دي كلها لكن أنا بتكلم على الفوارق في المعاملة بين ده وبين ده بين هنا وبين هنا واحتياج كابتن حسام حسن لأن أنا شخصيا أسعدني جدا ردات الفعل اللي برة شفت كتير صحف بريطانيا وكتير من الصحف الخارجية والفرنسية وحتى الأفريقية إنه الهدف التاريخي للفراعنة مديرا فنيا لمنتخب مصر يعني برضو حسام اسم تقيل في كتاب الكرة المصرية فيستحق إنه يكون معاه جهاز معاون مختلف يستحق إنه أنت بتتكلم على تطوير أداة وبتتكلم على تحليل أداة بتتكلم على معد بدن ومعد نفسي وحاجات كتيرة في العلم يحتاجها إنه تكون موجودة في جهازه في حد الكرة لغاية دلوقتي ما اعتمدش الجهاز المعاون ومش هيتدخل إنه يفرض تحد بعينه لكنهم أكيد بيتمنوا يشوفوا أسماء تقيلة شوفوا أسواتي براهيم أعادة في المواقف اللي زي دي ما تقدرش تفرض على المدير الفني أسماء طبعا وأيضا المدير الفني ما فرضش عليك أسماء طب إيه اللغز ده بيتحل إزاي إنه يا أنت هو يجيب لك ثلاث اختيارات في كل مركز آه عايز المدرب ده أو ده أو ده أي واحد من دول أنا قابله أيوا فيبقى هناك من الحسابات والمؤامات اللي بنتحرك فيه إن إذا فيه وجهة نظر متختلف شوية ها لأن برضو مكابتن حسام إبراهيم يعني بقالهم مدة يتمنوا الفرصة دي طبعا طبعا ولجم ينجحوا فيها عشان مصر عشان وبين المدربين المحليين الوطنيين حسام يستحق يعني يعني اسمه فلابد أن يكون فكرة المرونة وأنت في مصر مش هتلاقى حد نوعك يعني اخترت يعني ثلاثة لهم أي واحد من دول أنا قابله في كل مركز أنت محتاجه فيبقى أنت أي واحد مش معقولة كمان اتحاد الكورة هيعترن على الثلاثة يعني خليه لا طبعا أو إذا كان بينكو من اتحاد الكورة أو حد من أصحاب القرار مساحة من الصقة تدولوا في الأمر دي طريقتين طيب على خلفية رأي معلن لكابتن حسام في محمد صلاح اعتقد البعض أنه في مشكلة كابتن حسام حسن لما تكلم على أنه محمد صلاح يسيب المعسكر ويسافر عشان يتعالج في لندن وبعد كده لو خف يبقى يرجع وقاتا كان حسام حسن رأيه حد وصريح وربما هو الصواب قالك أنا لو مسؤول هو راح خلاص مايرجعش حتى لو خف ألف سلام عليه لكن أنا أكمل باللي موجود ده يا جماعة رأيه أولا ما فيهوش أي تجاوز في حق نجمينا العلام الكبير محمد صلاح اللي كلنا فخورين بيه لكن البعض اعتقد أنه لما عين محمد صلاح مع حسام حسن بقت فيه مشكلة بقت فيه مشكلة شوف أنا عايز أقولك حاجة الجزئية دي تحديدا صباح يوم القرار أخذت وقت كتير من الدكتور أشرف صبح وزير الشباب ورياضة في مناقشاتها مع حسام حسن وحسام حسن ما صدر عنه على لسال حتى كابتن إبراهيم حسن أنه عنده كل التقدير أكيد لمحمد صلاح وأن أي مدرب لما يبقى عنده حد بتقل نجم كبير عالمي زي محمد صلاح أكيد هيبقى سعيد بيه فكان الاقتراح من الدكتور أشرف صبحي ودي برضو نقطة طيبة أنه كابتن حسام حسن يروح يزور المحترفين بتوعنا في الخارج الأربعة خمسة اللي برة يروح يزورهم من باب دعمهم قدام أنديتهم هيروح لمحمد صلاح هيروح للنين هيروح للتريزيجية هيروح لمصطفة محمد وطبعا هو حاليا موجود في السعودية وعمر مرموش هو دلوقتي موجود في السعودية وربما كوكا اللي مختارهم اللي هو هيختارهم يعني المجموعة المحترفة في الخارج وهيعتمد عليهم هيلف عليهم لفة الفترة الجاية بس هو هيسافر أبت جان وموجود في الرياض في أسبوع الرياض أو مهرجان الرياض وحيرجع يسافر أبت جان للحضور النهائي يوم الحد وبعدها تبقى له عنده الجولة الأوروبية دي طيب لعبة الكرة المدربين شايفين العلاقة بين حسام وصلاح إزاي اتنين من نجوم الأهل السابقين كابتن حسن مصطفى وكابتن سيد معوض قالوا رأيهم في علاقة حسام بصلاح إزاي ممكن تكون نشوفه بطر أشرف صوحي بصب صلاح موافق على هذا الكلام كابتن سيد صلاح وأشياء أخر أصلا الأخبار كلها تلعت أن الكلام في التعامل أو في العصبية كل الأخبار تلعت في الناحية دي فأكيد يعني الموضوع منتخب مصر وده مختلف عن الأندية وده طبيعي جدا يعني على فكرة أي حد مكان الجهاز ده كان يتقلو كده هل تتطاق أن الكابتن حسام حسن يسحب الشارع من صراح يقول له مش أنت الأدم لا طبعا هل تتوقع يحصل أي صدام؟ لا أنا شايف الأمور هتبقى كويسة ومش هيبقى فيها أي مشاكل خلي بالك أنا يعني بمعاملتنا مع صلاحا أو صلاح مش تصادمي أصلا يعني الرجل مش تصادم بس يعني أصد الكلام اللي حصل هو طبعا ما كنوش متوقعين يخلي بالك برضو كابتن حسام مارن في الشغل يعني هو مارن كمان يعني مش هو برضو مش هيروح يتخاني مع صلاح أو إنه هو لا هو الرجل مارن التصريحات دي هم كنوش متوقعين يمسيقوا المنتخب صح؟ في الموقف دوت في ناس كتير أوه يدقيت من محمد صلاح إنه هو مثلا مستمية منه حاجات كتير يقول للناس حاجة كابتن آيمن لم يسترح فكرة قالك لازم كابتن إبراهيم حسن يروح يزورهم فانديتهم يبدأ بصلاح ويخد له معها هدية ويصفر القصة دي في خمس دقيقة أنت مع الفكرة دي؟ لا هو كده كده الموضوع هيخلص كابتن الفرقة ومدرب المنتخب الهدف يبقى واحد نفس الكلام هقوله على كابتن حازم إمام برضو امتخد منك حسن بريم حسن جدا أنا أعتقد الموضوع خلص برضو يعني أخلي بالك في الأول والآخر كابتن حازم إمام وعضو مجلس التحاد كرة وجازل فني للمنتخب دلوقت فأعتقد إن الموضوع خلص هل أفضل كابتن حسن الكلام دي يطلع للميديا يتصور كابتن حسن وكابتن بريم مع كابتن حازم بشكل معين بصلاح يقول مثلا اتصال هاتفي بين حسن لا الناس عشان الناس تشعر أن الموضوع خلص لا لا يعني أنا شايفة لا المواضيع دي في الأواضع المخطقة بس الميديا والسوشيل بتكلم في الكلام ده هل أفضل تدويبها بإنه يعني يطلع عن الموضوع دي كلها خلصت خلي بقى لحكاء إن الكابتن حسن يمسك المنتخب كل المواضيع دي متهيئة لي لا لا قاعدوا مع الوزير والأمور كلها خلصة يعني قبل ما يمسك يعني هي قبل ما يمسك معيني الوزيك العادل يارب أجنابي ده همعرف اللي غير رأيه يعني زكاة الاتحاد الكورة أساسا قبل ما هي يجيب الكابتن حسن جاب محمد الكابتن محمد يوسف ومشى فالدليا هي مشى كده بالتكال يعني ربنا ميسارة كده نجيب ده جيب ده وقت نمشي ده نمشي ده يعني هي مشى بالتكال قصي ولازق يعني حسب الموقف حسب الظروف لكن النهاردة يمكن الأمور اللي حد كبير تم حسمها والانتجاه أصبح واضح مدرب وطني أنا مع مدرب وطني حسام إبراهيم ربنا وفقكم ويشوف عشان الهدف بتاعنا كله مصر دلوقتي بكل الانتباءات بكل انتباءاتنا بكل تفاصيلنا بكل تحفظات من كان لدي تحفظ ما هنعمل ايه هو ده الوضع ودول مسكين وعندهم رغبة في النجاح نتمنى النجاح وحسن مصطفى خلي بالك يتكلم عن خلفية انه اشتغل مع حسام إبراهيم طبعا وقال له عندهم مرونة هو شايف المرونة دي يعني كمان عجبتني جدا جدا قرأي كامتون الساد معه يعني كان واضح جدا يقول له الدنيا حدو قال له لا لا طبعا فيش كلامات ده الكامتون وده المدير الفني طبعا اللي لا خلصت خلاص ييجي يقول له هو المفروض يطلع حسام يتصور مع مع صلاح ومسيكو قال له لا دي حاجات ما يصحش يا جماعة التركيز على انه في مشكلة لا ان في مشكلة وتعالج بشكل يكن من هيبة واختصاص اللي اتنين طبعا وكان العملية مسألة مسألة خصهم المسألة خص مصر ده مدير فن وده لاعب وكابتن كابتن حسام قال كلام في المطلق هو كلام صح الكابتن محمد صلاح في المسئولية مؤكد يعي جدا قيمة مصر صحيح وهو اكتر واحد حريص عليه صحيح مش هيجي بعد التاريخ ده كله نقعد نقيم فيه يا ما الناس شايلته حاجاته ويا ما انجز انجز واسعدة وكان فارقة هو اول واحد مصلحته قالها انا لو كسبت حاجة مع المنتخب حابقى قريب من الكرة الزهبية على المستقل العالم لان ده الانجاز لنقصه فيعني انا اعتقد ما نهولش ومنباش عاملين زي المأزون احنا عايزين حاجة نرغي فيه عايزين نصالح الناس على بعض النزل من صالحة احنا الناس اللي مايصالحش يبقى وفين المشكلة اللي مايصالحش يبقى منا المصلحة مايتوجدش لان مصر اغلى من اي حاجة الكابتن محمد صلاح اول واحد عايز ينجز مع مصر الكابتن حسام اول واحد مكرر عايز ينجز مع مصر ما تضيعوش الوقت بقى فينتفكروا لهم بدينا تتحل ازاي ده كلام منطقي جدا لانه اصلا ما فيش مشكلة بس هي الرغبة في الهري والهبد وشغل الوقت هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بعد ده كله عايز نكسبها بعض الفاصل ما تخافش على الاهلي ما تخافش على الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد يعني في ظل كل التفاصيل اللي انتم تابعين هدية كنت عايز نكسبها يعني بالله عليكم كل التفاصيل دي اللي في المشهد الكروي بتاعنا ونظامنا كنوا منتظرين نعمل ايه في ابي جيان تحنى يعني ها كانت بتزق السلحية ازعروا في السبب بطل العجب لانه جهاز الفني جهاز كله خواجات فيتوريا والذين معه لكن كان جواهم او معاهم فنيا كابتن ايمان عبد عزيز مدرب مساعد وسبكم النبي من حكاية الرتب مدرب عام ومدرب غيرق ومدرب عام يعني في النهاية هو فيه مدير فني وفيه جهاز مساعد لي ايا كانت الرتب اللي على الكتاب يعني ده مش عارف مخليينه ايه وده مخليينه ايه في النهاية كل دول كانوا مساعدين للراجل الخواجة لكن لما يبقى من جوا الداخل من جوا الفرقة ويكون ضيف على الزميل مهيب عبد الهادي ويقول كلام عن حقيقة الوضع داخل الجهاز ورؤيته يبقى لازم نفتكر ونتأكد انه ليس او لم يكن في الامكان افضل من اللي كان في الكان نسمع الاول الكابتن ايمان عبد عزيز اه نشوف الكابتن ايمان عبد عزيز لانه كلام الحقيقة يتوقف عنده كتير قوي في حقيقة ووضع ومستوى ونوعية المدرب الوطن ايمان عبد العزيز لم يكن له دور في منتخب مصر هي الفكرة ان اي حد زمال كاوي بيمسك في منتخبات مصر لازم يبقى فيه مشكلة بده فهم؟ يعني لما يبقى المشرف العام على الكرة كابتن حزيز اليمان ففيه مشكلة لما يبقى المدرب المساعد لمستر كوبر قسامة نبيه ففيها مشكلة لما يبقى طارق مصطفى في الجهاز بتاع كابتن حسام البادري يبقى فيها مشكلة لما يبقى ايمان المصري الوحيد اللي في الجهاز مع مستر فيتوريا فيبقى فيها مشكلة لكن لما يبقوا هم في الجهاز فيبقوا هم حلوين فيبقوا هم بيعملوا كل حاجة وهم اللي وصلوا مصر نهاية وهم افريقيا لكن زي ما قلت لك طب معلش اللي بيكلم ده أهلاوة زمالكاوي أهلاوة طبعا عمرك سمعت كابت حسامة نبيه لما مشي بعد مستر كوبر لما تعين أعتقد كان كابت أحمد أيوب وكابت حسام البدري طريق مصطفى وكابت طريق مصطفى صح عمرك سمعت وطلع في برنامج قال اشمعنا دولي أي حد عنده لقطات أو عنده حورات لأي حد زمالكاوي يمسك منتخب خليه يطلحها ويحطها على السوشيال ميديا ويقول ده طلع قال على زميله إنه شمعنا ده كابت طريق مصطفى لما مش جي الحضري صح وجي شاوي وجي الكابت نديق السيد مع مستر كيروش عمرك شفت حد قال ده شاوي ما عندهش خبرات مننا مثلا من طريق طريق مصطفى أو أسام هو شاوي يمسك عشان يمسك المنتخب صح مسألة على طول الشكوى وإن الزمالك لجنة يحصل تخلص من الفكرة دي الاعتراض أنت معظم مشوار كابتن أيمان عبد العزيز كان بره مصح عدد المطشات الدولية هنا قليل قلمة ما كان يستدعى الفرق اللي مسكها والمتخبات اللي مسكها في قطاع النشئين ايه هي هي الفكرة كلها ناس لما قالت يعني او اعترضت كانت بتعترض ان قلولنا ايه الاسباب التي رشحته فلا انت هتعترض على الكابتن شاوليد قاعد سنين يمسك في قطاع النشئين قاعد سنين يجهز لما راح مع كان مع كيروش مش كده ما كانش كان فيه ثلاث مدربين والراجل يعني ما اشتكاش من واحد فيهم ما حصلش مشكلة واحدة في المتخب وهم موجودين الناس كانت هتعترض ليه المثالة مش مسالة اهلي وزمالك ما انت انت طول ما انت بتفكر انك انت عشان زمالك ايه متطاد ازاي حيبقى مشاعرك تجاي بقيت لها الحيادية وانت في الملعب بتشتغل مع متخب مصر حتشعر ان في حد بتلككلك وانت نفسك هتبقى متربس هتبقى واخد موقف من مجموعة عشان دول الاهلوية هايزلموني ودول الحبيب مش هتبقى طبيعي والانسان فقد الشيء اللي يعطيه اذا لم تشعر بانك في حالة سلام وتصالح مع نفسك واتفضل بمشاعر سلبية هتتصرر بطريقة احيانا غلط لن نتحرر من الفكرة ده طيب كابتن ايمان عبد عزيز يعني على طول استحضر فكرة الالوان وده اسهل حاجة ترمي عليها اي هم لانه خلاص تروح على وطر المظلومية وتعلق شمعتك عليه الوقاعة اللي ذكرها مشكلة مع ايمان عبد عزيز عشان كان الراجل في ترشيحه انت حطت محمد يوسف حزم امام قدمه للراجل فالراجل قالك لا ده يعني مؤهل اكتر فجاب ايمان عبد عزيز وكده ما فيش مشكلة لانه استحضر جزئية اسامة نبيه حصل اعتراض عشان اسامة نبيه راح قال لكوبر كلام على لعبة النادي الاهلي كان واحد زي كابتن حسام غالي ما ينفعش يسكت له وكان يحسب لحسام غالي انه اصطدم وقتها دفعا عن زميل له ودفع التمن ودفع التمن وتقبله ومرضخش ومشي هل كان صح من مدرب مساعد يقول لمدرب اجنابي صورة سلبية عن النادي الاهلي هل استحضار الالوان في المنتخب ليصح النادي مش الاهلي اه انت لما اتكلمت اتكلمت لونت المشكلة هل كل الاسامة اللي ذكرها كابتن محمد شاوي كابتن احمد ايوب كابتن حسام البدري هل كل دول فيهم حد تعامل مع لعب من الزمالك بفكرة اللون اطلاقا وبعدين هنروح بعيد ليه كابتن حسن شحاتة لا بقى حسن شحاتة كزمالك رمز الرموز يعني محدش يقدر يتكلم عليه ومن اول يوم مش بعد ما ما يقولك عشان هو حسن شحاتة تجربته مع المنتخب اللي هي انجح تجربه في تاريخ الكرة المصرية كان اعتماده على العدد الاكبر من لعب تنادي الاهلي ابنه اللي كان بيذكر علينا ده ابن حسن شحاتة كان عماد متعب في رود النادي الاهلي لعب تنادي الاهلي كلهم كانوا بيحبوا كابتن حسن وهو بيحبهم يحترمهم عمر ما حد فكر هذا التفكير اللوني في علاقة حسن شحاتة بلعب تنادي الاهلي كابتن حلمي طولان سنوات طويلة في المنتخب الالومبي اقرب المقربين للكابتن حلمي طولان كابتن سيد عب حفيز وكان معهم ايمن عب عزيز ده على فكرة في نفس الفترة دي كلاعب عمر ما حد من لعب تنادي الاهلي اشتكى من الكابتن حلمي او النادي الاهلي اشتكى من انحياس حلمي طولان وخد بقى الكابتن فاروش سيد الله ارحمه في الناشئين حسن عبداللطيف ايمن طهر مدرب حراس كل دول يا جماعة ما حدش يتكلم على فكرة اللون فارجوكم تسيبكم من الحكاية دي اصددي شماعة اه تخلي جمهور ياخد صفك بالضبط فتأسم الجماهية يعني بتخرجك انت بره من سولي من بره الحساب اصلا اه يعني لما انت تيجي هو كان الكلام بمناسبة ايه وقتين التلت لعيبة اللي خرجوا واتضح انهم قبل دقيقين ولا دقتين من نهاية التمرين واخد بالك يعني لا اكتر شوية بس في النهاية هو اللي قاله كده كان باقي دقيق او نص انا مش انا انا معرفش ما كان المشكلة ايه وسوان دقيق او ربع ساعة في نظام غلط بس في خروج عن نظام انما ابتدى كابتن طريق قال ان عندي شد كابتن سيد قال ان عندي في السمانة قال لك وامامة يعني ما قالش حكا الموضوع مش كده الموضوع انت حد شايلك مسئولية ان انت يعني بلغت فيتوريا ليه ما انت انت قلت انا لما بلغتوش انا معاهم مدربين تاني حيقولولو وهو سأل وانا جاوبت مش دي المشكلة كابتن ايمان المشكلة انك كيف ترى دورك جنب فيتوريا مشكلة مش في كده مشكلة في اللي جاي الفيديو اللي جاي شوف رأيه بقى ورؤيته كمدرب لدور المدرب وتأثيره نشوف ثم هو ده لا في اللي جاي يعني ترتيب المهاجبين كان ايه مصطفى رقم واحد طوال واثنين وثلاثة ما كانش عندنا اثنين وثلاثة يعني كان كهرباء يعني انت داخل بدون بلان يعني انت داخل حسب الظروف الكورة ما فيهاش بلان يعني الكورة نفسها ما فيهاش بلان يعني الناس اللي بتقعد تطلع تتكلم في التلفزيون وتقعد تقولك التاكتك والبلان التاكتك اساسا ما بيمثلش اي حاجة في الكورة الا نسبة عشرة في المية تمام بس غير كده يعني اي حد يقعد يقولك اصليحنا الشكل بتاع 4-3-3 والشكل بتاع 5-3-1 ما فيش كده في الكورة طيب دايما عرفنا احنا كجمهور قاعد على في الريسيبشن على الانتري ايوا يتفرج على الماتش ايوا اما بينزل لعيب اخر 3 دقايق فيه ضربات جزاء يبقى الراجل ده اول واحد هيشوت هيشوت اطو لا مش هيشوته خلاء ده من ضمن بلاش اول واحد من ضمن الخمسة الاولانية صح صح طبعا لا ده الراجل مش هاتنزل يتضروه في الملعب يعني هاتنزل يتضروه في الملعب ابو جبل اللي خد ضربة الجزاء والكورة يشوتها ولا مهند لا مهند مرضيش مهند مرضيش اه مهند قال مش هشوت قال مش هشوت اه قال مش هشوت طب ما كان هيشوت اه دي المشكلة بقى انت كده كده يا مهند لقوا جبل جاب هاتشوت هاتشوت فنسبة ان انت تضيع وجبل يضيع كم وكم يعني خش وضيع بالزبط بس تحمل المسئولية خش وضيع ما فيش مشكلة انت خايف من حدث ما حصل عد زمان وتأثرت بي والناس كلها تأثرت بي على فكرة الموضوع ده يدرس طبعا موضوع مهند ده طبعا يدرس للمديرين الفنيين درس كبير جدا ان انت لازم يكون المدير الفني يقعد مع اللعيب ويتكلم معاه خاصة ان كان عنده وقعة قبل كده لا ده في المصحة في ايه في المصحة يعني ايه يعني انا مش دكتور نفساني انا راجل مدرب انا بس فيه مواقف عدت لا لا انا راجل مدرب انا معندش وقت انا بس الراجل ده ضايع في نهاية فوق انا معندش وقت ولا رفاهية اه ان انا اعود اتكلم مع مهيب انا مش اعود ايب كل واحد ضايع بنالتي عشان اعود اتكلم معاه مفيش عايق اسمها كده طبعا يعني سمعت الكلام ده قبل كده بس انا لافت نظري هو واخد الامور بطريقة ببساطة شديدة جدا بيقول كلام شديد الخطورة السلبية وتخليه خش في صورة سلبية عند الناس اولا فكرة ان التاك تكملوش قيمة بالنسبة 10% متروحوا تشتغلوا ليه يعني انت لما تكون كسبان وعايش تدعم منطقة يعني هنضغط من نص ملعبنا وعمل كسافة ودافع هو ده تاكتك ولا ايه ولا سحيب الليلة ادارة الجيم كله تاكتك لا يعني انا بديله مسأل مباشر قوي وسهل قوي مش هعمل زي الناس الطاقة الحرارية بتاع اللي هم عندوش وقت هو ما عندوش وقت وبعدين الحاجة التانية هو انا لما كون بنزل واحد اخر دقيقة ونص هو انا بنزله ليه يعني انت يا ابني نازل لا هيما صحات ولا عزة دكتور يا كابتن ايمن جاهز يا مهند انك انت تشوت ضربات جزاء عشان لو قالك لا اعفيني نازل واحد تاني انما انت هو انا فضيله هو انا نقصه هو انا مصحة مصحة ودكتور نفسي ما فيش مانع ان يبقى فيه دكتور نفسي بس الدكتور نفسي حيغير ولا حيقوله يشوت ضربات جزاء انت نفسك كان لازم تستشعر منه هو جاهز نفسيا يشوت ضربات جزاء سؤال يقوله انا مش فاضي مش فاضي تسأل سؤال واحد نازل لمدة دقيقة ونص هو اللي نازل دقيقة ونص ده نازل يقلب المباراة ولا نازل يشوت ضربات جزاء ففكرة انه مستنكر قوي وبعدين السخرية بقى هو انا فاضي هو احنا فاضي انا هنقعد نتكلم انزل اضربه يعني انت متخيل يعني ان الناس بتلومك عشان انت منزل تشتضربه هي الناس مستغربة بس لما الراجل ده مش نازل يشوت ضربات جزاء نازل ايه ودي مسؤوليتك مؤكد انت بالذات لان انت اللي بتعرف تتكلم مصري لما فيتوريا اقول لك خلي مهند يشوت يا مهند جاهز وهلنقول الراجل ايه يا مستر فيتوريا هو خايف فيتوريا اقول لك لا ينزل بقت مسؤوليته بس اعمل دورك لذلك انت بتقول لي انا بقول له انت شايف دورك ايه شايف دورك انك متتكلمش في التاكتك ان التاكتك مالوش لازمة ان الناحة المعنوية مالوش لازمة ان المعلومة اللعيب جاهز يشوت ضربة جزاء ولا لا مالوش لازمة انك انت مش دورك تضرب اللعيب عشان ما شاهدش ضربة جزاء كلها مفاهيم تاقودنا انت جاية تشتغلي ايه انت جاية تشتغلي ايه هي دي خلاصيتها على فكرة بص يا جماعة الكونسيبت ده اصلا كارثة انه يبقى فيه مفهوم فيه فهم لدى مدرب اول حاجة انه شغلانتو مالهاش لازمة ونبي عايز اوضح بس حاجة هذا ليس استيادا وهجوما عكابتن ايمن لكن احنا بنتكلم على دور مدرب المساعد وكان ينبغي ادراك هو بيفكر ازاي في الازمات يعني انا بتكلم عشان اللي جاي خلاص اللي راح الكابتن ايمن شاف نساعة الازمة او ضربات الجزاء او محسى المشكلة او ايه مش دورنا وبتحاسبون ايه عشان احنا زمالكوية لو انت لو انت في الاول لسا شعرت ده كنت حتصمم ان ييجي طب نعتبر واحد اهلاوي لو فكر بالطريقة دي كنت تصمم تجيب كن حان الله غلط طيب بالاضافة يعني كارثة التلوين اللي حصلت انما الحقيقة المصيبة الكبيرة انه كابتن حازم امام لما حطت كابتن ايمن عب عزيز كان بترجط انه يتعلم وقال ان احنا اصدنا نحط عنصر مدرب مصري واعد يتعلم طيب انت بصدد حد تقييمه للشغلانة انه دوره فيها ما يزيدش عن 10% التسعين في المية بتعملوا ايه بقى؟ عايز اعرف في 10% من الشغلانة اي مع التاكتك انتو طلعتوا انه جورديولا وكل وموريني وكل عظماء التدريب في العالم ما لهمش لازمة لان دورهم كله في التاكتك زي ما انت بتقول خدوا بالكم انتو بتتكلموا على لعب عنده تجربة احتراف في الخارج ما بنتكلمش على حد في نادو صغير فدي المصيبة انه يبقى فيه فهل لدور المدرب بهذا الشكل هو ده من الاول يا سيد غريبي اللي بتكلم فيه طيب خلينا اكمل لك بقية الجزئية دي فانت 10% دي كارسة رقم اتنين طب انت تاكتك ملوش لازمة وملوش تأثير التحضير للمباراة مسئولية مين لو فيه تحضير بلاش يا سيدي التحضير ان انت مهند لاشين اخر مرتين شاد ضربات جزاء ضياحهم ضيع ضربة مع المنتخب وضيع ضربة مع بيرامينز يعني انا لو محضر مباراة بتتلعب اقصائية في احتمال للوصول لركلات الترجيح انا مسئوليتي اقدم للراجل اللي انا جاي ساعده ادي موقف اللاعبة اللي موجودة في تزيد ضربات الجزاء ادي الهيستوري بتاعهم مين بيضيع ومين بيشوت ومين عنده ايه ومن راجل الخواجة لما ييجي في الوقت الاضافي المتأخر يسحب اعتقد النن تقريبا يعني اللي اتسحب كان مؤهل انه شوت ضربة جزاء ويدخل واحد مرعوب يشوت ضربة الجزاء ورافض يشوتها ورافض يشوت لانه عنده بادي هستوري عنده تاريخ سيء جدا معاها خايف المسئولية خايف مش عايز اتحمل مسئولية قلشت معاها مرتين يعني المدرب المساعد في الجهاز ما عندهش المعلومة دي يا سيد زفرين بالعكس ده راجل امين مع نفسه مع المدرب مش مؤهل النجوط انا مش جاهز نفسيا بس ضبط هو صادق مش متهور ده انت اللي بتحرجه شوفوها تخيل ان انت كمدرب مساعد في الجهاز دي ابسط معلومة كنت توفرها للراجل انت متعالي عليها وتقول هعمله ايه ادخله واديله ألمين لا لا تديله ألمين ولا اديلك انت كان المفروض تكون عندك المعلومة الاستباقية اللي ما تحطش الراجل المدرب في المأزق ده ثم انه فكرة طيب يا سيد زفرهيم فكرة المصاحة النفسية عشان نحن اه طبعا ايه المصاحة النفسية يعني لدور نفسي انت مؤمن بيه ولدور تكتيكي انت مقدره ولا تحضير للمباراة انت عامله طب الكابتل حزم امام كان عامل كده ليه رأيانا ممكن يتلون اه عشان احنا اهلوي هل الزميل ابراهيم عبدالجواد وهو مش اهلوي ده راجل زمالكاو خد رأي تناول كلام ايمن عبدالعزيز بالرد والتفنيد نشوف كابتل ايمن عبدالعزيز برضو انفجر في تصرحات انا بشوف ان هو كان غير موفق تماما يعني تصرحات في غاية السوق لانه كابتل ايمن عبدالعزيز اللي حصل وانت موجود في غرفة تدريب منتخب مصر لابد ان يبقى داخل هذه الغرفة ماينفعش اقول ده مين افضل من مين ومين احسن من مين كلام ده ممكن بعد فترة لما ارجع كمحلل او او لكن فترة انا كنت موجود فيها ودر الجالتي اللي كنت انا لسه من ايام قليلة انا وهم موجودين مع بعض بنكلف طبق واحد وبنحرب عشان نجيب كاسة الامم ماينفعش بعد كام يوم اطلع انتخص من قدر حد فيهم اودي افضلية لحد على التاني بعد برضو التصرحات اللي مش مفهومة يعني ايه التاكتك لا يشكل عشرة في المية ممكن يبقى فيه وجهة نظر فنية لك يا كابتن ايمن احنا مش عارفينها بس انت لم توضحها فالتصريح المبطور اللي طالع بتاع الكرة التاكتك فيها ما شكلتش عشرة في المية وفيش حاجة اسمها بلان وكلام ده كله لا تقدس كلام سطحي جدا ولا يليق بمدرب منتخب مصر اما الجوارديولا ويورجن كلاب وأنشلوتي ومورينيو والناس دي بتعمل ايه لما العلم مالوش لازمة والبلان مالهاش لازمة والتاكتك مالوش لازمة فكرة برضو الانتقاص من قدر الزميلك انه طب بشاو انت مشتغلتش ليه طب انت مش عارف ما اشتغل ما هو ديه ده ارزاقه او حاجات بتاعت ربنا وليه قبلت تشتغل مش عارف كل واحد ليه حسبته وكل واحد ليه قراراته وكل واحد ليه ظروفه وقدر ربنا ليه وده لا ينتقص من قدر حد فما ينفعش نتكلم في الجزئية دي عشان تبقى حتة بننتقص فيها من قدر بعض بعض التصرحات حتة مهند لاشين احنا مش فاضين لا ام انتوا لو مش فاضين يا كابتن ايمن عشان تعودوا مع اللعيبة لو عند ما هو ليه الاجهزة الفنية برا في منتخبات اون دي بعينه اجهزة يبقى عنده فيه مؤهل نفسي او طبيب نفسي ليه عشان دي نقطة مهمة الجزئية النفسية دي زيازة اجل الجزئية البدنية والعضلية بالزبط ودم وما ينفعش نتعامل معها باستحقار او بتقليل او بانتقاص دي جزئية مهمة جدا اه هو لعيب دولي لو انت شايف بقى ان هو لا يستحق ان ياخد الصبغة الدولية والصفة الدولية ما تاخدوش ما عندوش الشخصية ما عندوش الكفاءة من يبرعيب دولي ما تاخدوش فكرة بقى ان كابتن ايمن شايف ان هو ممكن يكون بيحارب هو وغيره عشان هو زمالكاوي دي قصة تانية يعني دي حاج ده رأي شخصي ليه هو حر فيه دي كلها تصرحات جانبك فيها الصواب والتوفيق تماما يا كابتن ايمن يعني ايضا هذه المرة اتطفق في كل كلمة لا هو اتطفق معنا احنا اتطفقنا معنا اي واحد ببساطة هنا عايسة تعمل الناس بالالوان عشان بيقولوا كده هادي يا سيدي اهلي وهادي زمالكاوي لتنين اتطفقوا بمنتهى الشفافية على ان ده كلام غريب جدا ده بالعكس كابتن ابراهيم كان اكسر وضوح وقال له جراد يويلة لازمته ايه وان شاء الله انت لازمته لما العمل الفني او التكتيكي عشرة في المئين ايه الفوارئ اللي بين المدربين المات لانك انت لغيت قيمة العمل المعنوي ولغيت قيمة العمل الفني والتحضير والمعلومات ولغيت كمان قيمة انك انت تبقى انا مش فاضي عشان طب بمشغول بايه يعني انت مش فاضي علشان هيجيب معلومات طب انت ايه دورك فاضي عشان ايه بتعملي ايه المدرب بلاش انت المدرب اذا كان عشرة في المئة بس اه يعني دوروا ايه يلا بينا رجالة يعني نخدهم كده بس نقعد معهم ندرش ويجروا حوالين الملعب ولا نجيب عند المدرب واذا ما كان لهمش هدور تاكتكية كان بقى كل المدربين دورهم مدربين احمال بس صحيح اشتغل بالاحمال وانزل ويلا انتوا عارفين هتعملوا ايه وكنت عايز نكسبها بالله عليكم احنا كنا مقاملين في حاجة بجد يعني المسؤولية كبيرة والنظام كله عايز نظرة تانية كل التوفيخ للي جاي بقى لان الحقيقة المسائل محتاجة جهد كبير جدا لان اديكم شايفين الناتج عامل ازاي دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في التاسعة مسائل اثنين القادم ان شاء الله سبحانه خير